لا أجر نبغي لا وساما لا صدا هي خطوة هي خبرة ورفاق وصارت تطوى وعية هو وسيلة ولأجله عزم لنا دفاق أنا دلوقتي بدأت أشاير الشاشة إن شاء الله تظهر عندك دلوقتي تمام؟ ماشي مشوهن سعود ربنا أتكافل إن شاء الله تمام؟ طيب أنا دلوقتي مشاير الشاشة بتاعي ببرنامج الريفي طيب من المشاكل اللي ظهرت عند الناس ونبدأ نشوفها مع بعض إنه هو بيجي يرسم الدكت ما بيجي يرسم معي يعني بيرسم الدكت هوت يجي يرسم واحد ثاني ما يرداش يرسم معي ليه؟ لأن الكوع مش متحمل في المشروع الكوع مش متحمل في المشروع بيبقى الفيتنج مش متحمل في المشروع طب عرف إزاي هو متحمل ولا مش متحمل هاجي هنا وقف على الدكت دوت الدكت ده أو أي حاجة موجودة هنا في المشروع بتلاقيه Family اللوتينج ده عبارة عن Family كل حاجة ما هنا موجودة عبارة عن Family Family حاجة زي البلوكات في الوتوكات تمام؟ هدخل هنا أقول له Edit Type وادخل هنا Edit وتأكد إن الكوع مربوط ب Family معينة للي اسمها كوع لأنها غالبا هتلاقي معمولة ب None فاجي هنا وقل له إيه؟ ربطها لي بألبو وبردو هنا ده Reducer Translation أقول له ربطه بواحدة من دول عندي 30 وعندي 45 شوفوا اللي أحسن عندك في Reducer واشتغل عليه ممكن تلاقيها ب None طب أول ما لها None أختار واحدة من دول طب لو وقتهم مش هتحملين خالص لقيت كعان دي مش هتحمله ممكن نفتح مشروع تاني واخدهم كوبي بيست أو إن أنا حملهم من عن نت أدخل Insert واجه هنا أكتب له مثلا Elbow وادوس Enter هيدخل عن نت يروح محمل للحاجات دي من مواقع AutoDisc تمام؟ فدي كانت أول مشكلة وجهة بعض الناس إن هو بيرسم الحاجة وبعد كما التراش يرسم معها كعان أو تهات نفس الكلام ده هتلاقيه برضو ممكن في Cable Tray يعني ترسم Cable Tray يترسم معاك عادي تيجي يمين أو شمال ما يرضوهش ليه؟ لأنها مش متحمله أعمل إيه؟ رح وقف على Cable Tray وادخل إيدة Type واشوف أنا حاجة مربوطة بيها المدام كلهم مربوط بيها Family يبقى تشغل معاك إنما لو ما فيش Family بتحمله في المشروع هتلاقيها None تروح إنت محمل Family من أي مشروع تاني أو من أي جهاز تاني أو من موقع بتاع Autodesk وتلاقي تربط بقى كل كوع بالكوع بتاعه تمام؟ لو فيه Family هنا فيها أي مشاكل يعني تعالي نقف مثلا على على الدكت دوت الدكت دوت الدكت دوت على التكييف اللي هو بيمشي فيه مصرات الهواء لو جيت كده بصيت بلاقي T وتاب التاب دوت هو ده الصح التاب دوت لو إحنا شغالين في المية يعني هيحط لي هيحط لي شكل T أنت عارفين في مصير المية بنركب T بين المصورة الطويلة والفرعة اللي فيها إنما إحنا في التكييف بنشغل بالتاب طيب أنا عايز ألغي T التاب دي عشان متعملوش مشاكل طيب ممكن أجي هنا في Family ويجب علي وأجي على الدكتات أو الدكت بلاقي دي ودي اللي أنا مش عايز ألغيها تمام؟ أقول له delete كده أضمن إن أنا مش هتلغبط مثلا وروح أعمل T بدل تاب تمام؟ ممكن التاب دي أقررها أقول له duplicate وأعمل نوع تاني من يبقى سماء اسمي تاني وبرضو دكت سيستم أنا هنا عندي دكت سيستم عندي اكتسوست ورترن وصبلاي طب لو أنا عايز فريش إير أزود فريش إير هدوس على سبلاي إير وقول له duplicate وسماء فريش إير فريش إير وبدأ أخش بعض الخاصات بتاعتها كلك ييمين طيب بروبرتس وأبدأ أشوف الخاصات بتاعتها لو أنت عايز تدهلهم معين يعني أنا ممكن أقول له مثلا أنا عايز أي حاجة ترسم فريش إير في أي حتة في المشروع يبقى لونها مثلا الأصفر تمام؟ أوهي لو أنت عايزه حسب الشركة متعودة الشركة عندك متعودة على إيه؟ الماتيريال هل هنا تبدأ تسودس على الزرار دوت ويختار الماتيريال بتاع الضغط تمام؟ طيب ثاني مشكلة وجهة الناس ثاني مشكلة وجهة الناس كانت إيه؟ إن ساعات الكوع بيترسم صغير بزداد في البايب يعني باجي أرسم بايب تمام؟ هو هنا مش مرسومة عشان مقاس بتاعه الرسفاع بتاعه لاي هقول له بايب هقول له إرسموه اللي مثلا على ألفين سبعمية وابدأ أرسم بايب تمام؟ هجا بص هنا لايك كوع مقاسه معقول في بعض الناس جاي يرسم لايك كوع بمساحته أصغر بكتير أو أكبر بكتير ده ناتج عن إيه؟ ناتج أن فيه ملف اسمه لوك أب تيبل ده نوقس من على الأجهزة اللي عندنا تمام؟ فانت ممكن تروح محمله من موقع أوتو ديسك أو إن شاء الله نحطه على ملتقة دارين الملف دوت هتلاقي المساور بتاخد الملف دوت ملف صغير خالص تاخد الملف دوت وتحطه في الـ Program Data Autodesk RVT 2013 أو 2014 أو 2012 زي النسخة اللي عندك هتلاقي حاجة اسمها لك أب تيبل لك أب تيبل بلاقي فيها حاجتين البايب دي الموسير بلاقي دي جدول الموسير اللي عندي بحيث مثلا إنه أنا شغال على جدول أربعين يبقى مثلا المساورة اللي هي مثلا الـ 2 بوصة هيبقى الكوع بتاعها مقاسة دي الـ 1 بوصة هيبقى مقاسة دي دي جداول تمام؟ ممكن تفتحها على ملف الأكسز أو الأكسل وبرضه هتلاقي كوندت المقاسات بتاعتها هيط تمام؟ يعني لو أنت هتشغل بقى أي واحد من دول دي نوع كتير منها كل نوع من دول بيبقى موجود في المقاس بتاع الـ كوندت والمقاس الفيتنج اللي هتحط معاه هتبقى أكبر أو أصغر أو أدها تمام؟ فدي أول مشكلتين كانوا واجهوا الناس المشاكل التانية المشاكل التانية اللي واجهة الناس الناس عبر سم الحاجة ما تظهرش معايا تمام؟ يعني جرس مضاقت ما تظهرش معايا طيب دي احنا قولنا حاجتين فيهم ممكن VV هتلاقي VV بيزر وقف الحاجات عاملة زي موضوع الليرات في الـ AutoCAD بس الليرات في الـ AutoCAD كانت ممكن تتلغبط ممكن تحط حاجة بشعل اللير بتاعتها هنا هي أوتوماتيك بتتزبط يعني مش محتاج وانا بحط الحاجة أقول له دي نوحة كذا لا هو بعرف بعرف ان دي مثلا ان دي Air Terminal فبيروح حطتها الـ AutoCAD او ان دي مثلا كيبولتري بيروح حطتها الـ AutoCAD او ان دي كوندت فبيحطها على اللير بتاعتها وما فيهاش اي لغبات خاصة ان شاء الله تمام؟ برضو Duct Fitting Duct Brace Holder Duct Electrical اللي يكون من كل الحاجات دي بتحطي أوتوماتيك في مكانها فان شاء الله ما فيهاش مشكلة هي المشكلة مثلا ان انا كنت برسم حاجة وكون انا شايل علامة الصحة من هنا فهي بتختفي فاجأرسم Duct اجأرسم Duct ليه بش ظاهر ليه؟ لان انا عند مشكلة في الـ VV هو قابل الرسالة بيقول لي الحاجة اللي انت بترسمها بالظاهرة في السيلينج بلين تمام؟ انت حاول تتأكد من الاعدادات الفيزيبلة بتاعتك عساس حاجة تظهر معي فدي اول حاجة اللي هي الـ VV هفتحها واتأكد انها ظاهرة وفلتر اتأكد برضو ان ما فيش فلاتر هنا تمنع ان الحاجة تظهر او ما تظهرش تمام؟ اقول له ايه cancel الحاجة التانية الحاجة التانية من خصائص الـ VV نفسه يعني ما كونش هو قابل سلكت عليها حاجة خلص من خصائص الـ VV هدخل في حاجة اسمها VV range VV range ده مستورقة بتاعي يعني بيقول ليه الـ VV دوت هتشوف من فين لفين والطبيعي ان انا بيشوف من سفر لسفر الدور اللي فوقية ده الطبيعي بس ممكن تكون انت عايز مثلا تنزل تشوف حاجة تحتك مثلا انا شغلت في مواسير الصرف عايز تشوف مواسير الصرف اللي تحتك عايز تنزل شوية عن الدور اللي فوق اللي عايزات ده مهمة قوي وممكن بتغراب بسيطة تثبت لك اللوحة تمام؟ ده برضو من ضمن المشاكل الزهري فيها حاجة برضو عايزين نتكلم فيها لو انا عايز اخفي حاجة يعني لو انا شغلت وعايز اخفي حاجة ممكن اجي هنا بلاي عند هنا النظرة النظرة دي بتعمل ايه؟ دي بتخفي بس مؤقتة يعني ايه؟ هقول له hide elements ايه اللي حصل؟ حصل حاجتين العنصر ده اختفى وعمال اللي برواز بلون خفيف شوية بقول له Temporate hide isolate يعني ده حاجة مؤقتة حاجة مؤقتة ممكن بتخلص شغلانة معينة وترجع عنها ممكن اجي هنا اقول له ايه؟ Reset Reset ده كأن انا ما عملتش حاجة خلص خلاص انا كده خلصت يعني فيه مثلاً مكنة مش مخليني عارف ارسم الشغل تحتيها هاخفي المكنة ده مؤقتة واول ما اخلا شغل تحتيها اروح ايه؟ ازهرها تاني فهاجع عامل select على ديت وقول له ايه؟ اه hide عندي حاجة احنا جربنا hide elements اخفي العنصر ده طب لما اقول له hide category هيخفي كل الكاتوجري نفسها يعني هيخفي كل اللوند وبرده ايه؟ مؤقتاً طيب لو جيت هنا وقول له ايه؟ Reset يبقى كده كان انا ايه؟ ما اخفيتش حاجة اجي هنا وقول له ايه؟ isolate element يعني ايه؟ يعني اخفي له كل حاجة معدل عنصر دوت هيخفي كل الشغل معدل عنصر دوت ممكن اكون معلم على كذا عنصر هشتغل فيهم اعمل لهم isolate وبعد ما اخلص ازهرهم تاني اجي هنا وقول له ايه؟ ريسيت طيب ممكن اجي هنا وقول له ايه؟ isolate category يعني اخفي له كل حاجة معدل الكاتوجري اللي بتاعت اللامبة ديه اللايتنج ديه اهي لو انا مش عايز اقول له Reset طيب لو الحاجة ده انا عايزة فعلا هعمل ايه؟ اجي هنا مثلا وقول له ايه؟ hide element كده اخفيها طيب عايز الاخفاء ده اكمل معايا هقول له apply hide isolate كده خلاص هشتغل والعنصر ده مخفي طيب لو عايزة اظهره لو عايزة اظهر العنصر ده تمام؟ هاجي في الزرار اللي جنبي اسمه reveal hidden element لما بدوس عليه بدخل لي في بيئة مختلفة واللون مختلف حتى شوية العناصر اللي انا خفيتها بتقابلوه مختلف شوية عشان انا اتعرف عليها بدوس عليها كليك يمين وقول له un hide un hide in view element خلاص العنصر ده خلاص ظهر معايا طيب لما اخرج من من reveal hidden element خلاص تبدأ الحاجات تزهر معايا عادي لا هو الموضوع الموضوع يخص الكهراميكانيكل الموضوع يخص الكهراميكانيكل بس المحاضرة بتاعنا النهاردة جنرال فان شاء الله يفيد برضو مدني ويفيد الارتكشن يعني النهاردة بنتكلم على الملف نفسه ازاي بنتعامل معايا المحاضرة الثالثة تم رفعها المحاضرة الثانية الصوت مش ماشي مع الصورة ان شاء الله نحاولي الزباطها اظن الصورة هشغالة بإذن الله تفهم؟ طيب كده هشوفنا اهم المشاكل اللي بتزهر وعرفنا ازاي نخفي ونزهر الحاجات طيب طيب من ضمن الحاجات اللي احنا عزين نتكلم فيها النهاردة واحنا نشغالين ممكن احتاج مثلا لفل اتنين ده اقرره اقرره بمعنى ايه؟ انا عايزه يبقى موجود معاه مرتين في مثلا ولكم مثلا ان اشغلت تكييف عايز اظهر مرة الدكتاط لوحديها ومرة اظهر بايب لوحديها او قد اكون مثلا اشغال معماري فعايز اظهر حاجات بتفاصيل وحاجات تانية مش بتفاصيل فهاجي هنا اقول له click main اقول له duplicate بيجي لتائف اختيارات احنا شفنا اول اختيارين وهنشوف النهاردة اختار التالي الاختيار الاولاني اقول له ببساطة جدا ان هو هيكرر الملف بس من غير التفاصيل اللي هي ايه؟ كتابات يعني هيكرره بس من غير الكتابات من غير الابعاد من غير التاج اللي احنا اكترنا عنه اقول له duplicate هيكرر الملف اهو وتبدأ تشغل علي عادي دي اول الحاجة ثانية حاجة duplicate was detailing لو في ايه تفاصيل هتكرر برده معي ثانية حاجة دي اللي احنا عايزين نتكلم فيها النهاردة اللي هي ايه؟ يعني ايه؟ ممكن يكون انا عندي الملف عايز ايه؟ او الView دوت عايز اقسمه على اربع حاتت يعني هو كبير فعايز اطبع منه اربع حاتت هقول له ده بلكت ازاق مرة واثنين كده انا عملت منه جزء اين؟ هعمل منه جزء ثالث واروح مقسمهم جزء جزء مثلا فوق يمين فوق شمال زي ما نشوف دلوقتي تمام? هاجي هنا اروح اقول له مثلا الجزء دوت تظلولي لحد هنا ده اول جزء تمام ببقى مثلا مراسم خط او عارف اني خط مثلا اني اكسي اللي هو في النص بالزبط اساس ما فيش حتة مثلا تبقى نقصة اثناء التقطيع تمام؟ هاجي هنا برضو اروح مقسمها دول كلهم انا مش هشتغل في الاجزاء دي الاجزاء دي كلها مش هشتغل فيها انا هشتغل في جزء لفل اثنين هاجي اقول له مثلا دول كلهم خليهم مثلا واحد لخمسين الاتوماتيك اللي اربع لتحتيهم بيبدأوا يصبطهم تمام؟ يبقى انا لفل اثنين ده هعمل منه اثنين واحدة هتبقى واحد المية كبيرة واحدة اللي هيبقى تحتيها الديبيند الدييت هيبقى كلهم واحد لخمسين يعني الديبيند كلها مسلا واحد لخمسين والكبيرة مسلا واحد لمية او اى اي حاجة انت عايز تقسمها اي تقسيم انت عايز تقسمها اهن هابدأ اصعمة اكتب كتابه بتحت عادي وكل حاجة وكل حاجة نعملها هتثر معはه اوتوماتيك في الديبيند بش محتاج ان انا اظهرها او اخفيها تمام؟ دي حاجة كتب بخصوص ان انا اقسم البيو بتاعي الاقصر من جزء الحاجة اللي بعد كده هي ان انا هنشوف مثلا موضوع الشتات ايه موضوع الشتات دوت انا ده وقت المفروض ان انا خلصت المشروع عايز ابدأ احط الشغل بتاعي في الشتات فبنزل تحت بلايه حاجة انا ده حاجة اسمها شيت الشيت دوت لي كذا اسمه يعني بيسموه شيت بيسموه باندا بيسموه هرتوشة بيسموه لي اوت يعني لي كذا اسم بعمل ايه باجي انا كليك يمين ويقول له ايه نيو شيت وابدأ اختار الشيت اللي انا عايز اشتغل عليه لو ما فيش بقول له لود وابدأ احمل الحاجة اللي انا عايزها بتشوف الفامل بتاحتك موجوده فين عن جهاز عندك تمام الشيتات بيبقى في فولدر اسمو ايه طاية البلوك تجي طاية البلوك بتلاقي الشيتات كلها موجودة بتبدأ تختار الشيت اللي انت عايزه ولكن مسلا اطبع على ايه زيرو فقول له ايه اوين شاشة الرسالة الصغرية اللي جات دير ده بيعمل له ابدات بيعمل ابدات الفاملية اللي انا حملتها ممكن ان تستهدل البروكة ايه حاجة في الري challenge extermin다는 organisation وتلفي ادر اكتب و قمل حالة و rapidement اكتبها فقول له ايه اوكي انت تحميل معي ممكن انت تحميل الذاة اللي أنريد حسنه احدل في زي اخري الاخر لازمة حالة اللي تنب maiden في الريفت تمام ممكن تحط الابل الابل دي عبارة عن خاصية معينة يعني ممكن اقول له مثلا ايه انا عايز احط الابل فبيقول لي انت عايز تحط الابل ده معلومة ايه ممكن تبدأ بس تقول له انا عايز تحط من العمل تشيك ممكن احط دروينج باي من الرسم المشروع دوت البروجيكت نيم البروجيكت نمبر لكل الحاجات دي كل الخاص دي ممكن تروح احططها في قلب البندا عادي ممكن تعدل زي ما انت عايز يعني ممكن تجي هنا تشيل اي حاجة انت عايز تحطها وزبط البندا زي ما انت عايز عندي هنا الادوات اللي هي لين لو انت عايز تبدأ ترسم خطوط مستطيل دوير زي ما انت عايز اي شكل انت عايز ترسمه طيب بعد ما خلصت تعادلات في الفاميلي بقول لي لودو انت بروشيكت وبختار مشروع اللي انشغال فيه اقول له اوكي وابدأ ادخلها مشروع انشغال فيه اهي بيو اللي هو موجود قبل كده بقول له ماشي اعمل له اوفر رايت طيب انا ده وقت عايز احمل الفيو اللي انا عامله في قلب الشيط دوه اعمل ايه كل بساطة هادخل على الفيوهات اللي عندي واسحب اي الفيو انا عايز احطه واسحبه علينا على طول لانا اقول له مثلا الفيو دوت الطول هنا تمام وتبدأ بقى لو انت عايز تتزبط اي حاجه فيه تضبطه تمام تآ تعال ان ندخل على البيو دوت ونقص فيه Selection اي Selection بادوس على ايه ساكشن واجه هنا ادوس على اول نقطة وتاني النقطة ساكشن تهام ساكشن دا عنا فاكرة ممكن اجي هنا وقسمه نصفين كده زي ما اعايز. وممكن اقول له اسبلت. اسبلت يعني ايه? يعني اسمه لي. زي ما انت شايف. وهارجع بيه سينة صغيرة. تمام? ممكن الستيكشن ده اول ما حطيته. ما كتب لهش رقم. طب انا هكتب له رقم ولا مش هكتب له رقم. ده اللي عايزين نشوفه. هدوس كنترول تاب عشان نرجع للشتات. واشوف الستيكشن بتاعي موجود فين. اشوف الستيكشن بتاع موجود فين. بس ثماني. لو انا عاد اعرف الستيكشن ده موجود فين. اجع على الستيكشن. كليك يمين. جوتو فيو. واشوفه هو تحط فين دلوقتي. سابقة تجري بش مدعين. هقول له خلي ده ميكانيكال. خلي ده اتشي فيك. تمام? في اللورب اللي انا هيت. سينينج بلين. السيكشن هو. ده السيكشن اللي احنا عايزين نحطه. في. ال. الشيت. تمام? اهو. عايزة حط. ده السيكشن ده في قلب الشيت. هنزل هنا. واخد. السيكشن دوت. وحطه في قلب الشيت. ايه الفايدة بقى لما حطيته. الفايدة جميلة جدا. اه. هو اوتوماتيك. هو اوتوماتيك هيتغير هنا. هيولوت الرقم على طول. قال لي ايه? قال لي ده. اه. الفيو رقم اثنين. في الشيت اللي هو. اسمه ايه مية واتنين. ده هيتمنلي ان انا بشابعة سيكشن. اه. متشاور عليه غلط. يعني كان زمان مسلا انا حطيت هنا. رقم معين. وكتبت الشيء. السيكشن برقم واحد. وبعد كده حصلت تعدلات. قالوا لا. ده السيكشن ده هيبقى رقم خمسة. فعدلت هنا. ونسيت تعدله هنا. او بعد ما حطيته مسلا في الشيت رقم مية واتنين. قالت ان انا مية واتنين دي حط فيها مسلا در الروف. فنقلت الى مية وثلاثة. ونسيت تعدله هنا. فهنا لا. خلاص. الموضوع بقى مزبط. مبقاش. اه. محتاج ان انا راجع على اللوة دي. او راجع على جزئية الارقام. خلاص. انا مركز. على ان انا تمام. طيب. اللي انا حطيت الشيء الدوتة هوت. بلاي عندي الخطة بتحت مسلا ممكن يكون تويل شوية. اسحابك كده. بحيس يكون صغير. تمام. ممكن اجي على. ممكن بعد كده اجي على. على الرمز دوت. اجيبه مسلا في النص زي ما انا عايز. تمام. ممكن اغيره. لو انا مسلا مش عايزو يتشاور على حاجة. دي كزا نوع. بختار النوع اللي انا عايزو. تمام. اه. ده مسلا النوع باش كاتب اي حاجة فيه. اي نوع. ممكن تكون انت محتاجة تحط view. ما تكتبش عند تحتيها حاجة خرص. فبتبدن تشوف الانواع اللي موجودة عندك. وتختار النوع الانسب لي. تمام. وابدل اضبط. اللي اغيرات اللي عندي. في قلب شيت. تمام. طيب. لو انا عايز بردو اضبطها بطريقة احسن. ممكن بنقامس view. بلاقي. بلاقي حاجة اسمها. جاية جريد. ايه جاية جريد ديت. انا جايب لي رسالة بيقول لي انت بقى لك نصف ساعة مسايفتش. المفروض سايف. اقول له مسلا سيف. تمام? وادوسه على جاية جريد. جاية جريد ديت. بيعمل لي خطوط. بتساعدني ان انا احط الفيوهات هنا. تمام? ودي بتساعدني اكتر لما يكون عندي كاسة شيط فعايز احط كل حاجة في نفس المكان على نفس المسافة. على بعد مسلا مربعين من فوق. فدي عند حاجة اسمها جاية جريد. دي بتسهل الشغل. تمام? ممكن اللي عايز اخفيها دوس VV. وانوتيشن. بلاقي حاجة اسمها جاية جريد. لو انا عايز اخفيها. اوكي. بس الجاية جريد دي بتساعدني انها بتنظام لي الشغل التاعي. تمام? طيب هاجي هنا. ولاقي عنا حاجة اسمها شيط لست. شيط لست بيعمل لي ايه? بيعرض لي كل الاسامة اللوح. انا هاجي هنا اقول له مسلا انا عايز اسامة اللوح. شيط name مش شيط number ممكن او درونج باي مين. او الحاجات اللي انا عايز اكتبها في الموصفات. كده عمل لي لسه درونج. انا ده وقت عندي شيط اسم هي اي مية واحد اي مية واتين. لو عملت شيط كمان اوطواتيك هيجي هنا. طيب لو انا عايز اعمل خمس ست شتات مرة واحدة. تمام? ممكن اقول له هنا. نيو. نيو 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 نيو. فهو هيبدأ يحطهم لي. تمام? دول لسه مظورش عند هنا. دول لسه مظهروش عندي هنا. طيب هيظهرو امتا؟ لسه مظهروش عندي في الشيطات هنا. يعني نظهر 1001-1002. عايزهم بقى يظهروا اعمل ايه؟ هقوله هنا من هنا اقوله new sheet. واقوله انا عايز من اقول ايه 101 لحد ايه 109. اوكي. هيبدأوا يظهروا هنا بس فاضين. وهبدأ انا اسحب الشغل عليهم. يعني هبدأ اسحب مثلا اللوحة ديت. ايه لوحة عايز اسحبها اسحبها وحطها. اللوحة اللي معمولة ديت اسحبها. وحطها هنا. ايه لوحة عايز اسحبها تبدأ تحطها. تمام؟ طيب. الغدت بقي مشكلة. مشكلة رسم الضغط وزيان الملف لتمبلت ميكانيكل. تمام؟ طيب. مشكلة رسم الضغط احنا لسه قليل من شوية. غالبا بيبقى الفيتنج مش موجود. فبقى انا اضبط الفيتنج بتاعتها. تمام؟ ازاي الملف لتمبلت ميكانيكل. احنا ممكن هنشوف ده بقى ازاي نعمل ملف ميكانيكل. ونربطه بريفت معمري. تمام؟ يعني ممكن يكونوا انا عندي ملف معمري. هو لو احنا كلنا هنشغل نفس الحاجة. لو احنا كلنا هنشغل نفس الحاجة. يعني كلنا مثلا اتفقنا ان ملف واحد هنشغل عليه كلنا. يبقى انا لازم ابدأ بتنبلت. يكون فيه شغل المعماري والكهروميكانيكل. والانشائي. كله هيخش الضبط ملف التنبلت. تمام؟ طب اقدر انا المعماري يشغل في تمبلت لوحده وانا تمبلت لوحده. يبقى انا هعمل ايه؟ يبقى انا هقول له انت خلس شغلك. وانا هشغل عما في التنبلت بتاعي فاضي. واعمل بينهم لينك. ازاي اعمل لينك؟ ده اللي ان شاء الله هنشوفهه المحاضرة النهاردة. بإذن الله. بس هناخد بس حتة لديزة. اللي هي موضوع ان انا اعمل ليجاند. ان انا اعمل ليجاند. يا حكاية الليجاند ديت. الليجاند دي بتبقى ورقة. بترفق مع المشروع ومرفق مع اللوح. بتقول له والله لو لقيت الرمز دوت. يبقى دي معناها مثلا لايتينج. لو لقيت الشكل ده يبقى ده ويرن. لو لقيت الشكل اللي فوق دوت يبقى ده دقت. يعني بتديله معلومات عن كل حاجة. تمام؟ طيب ازاي اعمله هاجي هنا. دي الفاميلي. خلاص خلصناه الشيت. الليجاند ديت. هاجي هنا كليك يمين وقول له نيو ليجاند. اعمل لي ليجاند. وليكن مسلا هسميه اتشفاك. وقول له اوكي. ويقول له اختار سكيل. ما هنالك اختار مسلا سكيل واحد لاشي. تمام؟ طيب هنا انا عايز اكتب الحاجات بتاعتي. عايز احط المواصفات بتاعتي. في الليجاند اللي هو اسمه ايه. اتشفاك. طيب هاجي هنا من قيمة Annotation. من قيمة Annotation. وابدأ احط الحاجات اللي انا عايز اكتبها. Annotation دي كتابات. تمام؟ والكتابات اللي هتكتب هنا بش تظهر في بقية اللوحة. هاجي هنا اقول له مسلا. انا عايز احط كتابات. تيكست. اقول له مسلا لو لقيت. اتش اي. يبقى دي معناها كزا. الل. دي مسلا معناها. لو ليفل. لو ليفل. اي اي حاجة انت عايز تكتبها. تقدر تكتبها هنا. لما تلاقي. bottom.off.duck. يبقى دي معناها. bottom.off.duck. او تحطة في. دكت. لما تلاقي مثلا. كل الاختصارات. تمام؟ كل الاختصارات اللي اتعايزها. كله طبعا واحد تشغال في system. ادرى بيه. يبدأ يكتب الاختصارات بتاعته. البلامنج يشوف الاختصارات بتاعته ايه. دابل اس ووتر سبلاي. الكهربا تبدأ تعمل برضو الليجند بتاعتها. كده بات عادية. كانتك شغال في الوتوكاد عادي. بدون اي مشاكل خلص. تمام؟ طيب. لو انا عندي حاجة موجودة اصلا في الوتوكاد. احنا كده عرفنا ان حممكن نكتب على طول. وممكن detail line. لو انا عايز احط ايه كتابات. اهي. ممكن تحط اقصد ترسم اي حاجة. يعني ممكن ارسم مثلا مربع. نكعب هوت. تمام؟ وممكن دي كلها من detail line. وابدأ اختار الادواتها هي. نفس الادوات الموجودة في الوتوكاد عادي. بعد كده ممكن اقول له region. region دي يعني هابدأ احط. زي dimension. اسف. hatch. اجي هنا واختار الهاتش اللي انا عايزه. ده كده الهاتش. احط الهاتش بتاعتي. وقول له edit type. واختار الهاتش اللي انا عايزه. ممكن ناجي هنا. اقول له ده. وريني الهاتش بيجابي انواع كترة من الهاتش. ممكن اختار مثلا الهاتش دوت. الهاتش ده زي ما عايزه. اقول له موافق. خلاص. ده هنا ده الهاتش اللي موجود. تمام؟ ممكن توقف عليه وتعمل عليه سلك. تمام؟ وتقول له edit type. وتختار الهاتش تاني. بلون تاني. انا ممكن نقول له لا خليه الهاتش مثلا بلون ازرق مثلا. تمام؟ وقول له خليه مثلا سميك شوية. وخلهولي. هنتبدو تتزبط الهاتش بتاعك. اوكي اوكي. تمام؟ ده بقى شكل الهاتش بتاعي. تمام؟ ده بالنسبة للهاتش. ممكن نعمل حاجة اسمها mask region. لو انا عايز اخفي جزء من الشغل. يعني هقول له مثلا. الحتة دي انا عايز اخفي منها الشغل اللي موجود فيها. تمام؟ اخترت مثلا كده. تمام؟ تمام؟ هتلاقي اخفي جزء من الهاتش. او. في جزء من الهاتش هو اخفيه. يعني لو عايز اخفي جزء من الهاتش. هاجي هنا واختار region. عايز اعمل هاتش اقول له field region. ده اكبر الوقت. هو استطر عشان. ان شاء الله استراح 10 دقيق. وبإذن الله نكمل. بإذن الله. هنشغلين ان شاء الله في شرح برنامج ريفت مي بي. تمام؟ فالله المستعين بإذن الله. هابدأ شغير الشاش تاني. بسم الله. طيب. احنا قلنا احنا ممكن نعمل اي حاجة احنا عزينها. عن طريق الانوتيت. يعني لو انا عايز اكتب اي حاجة. ممكن اكتب تكهزة ما انا عايز. اي كتبة انت عايزها. وممكن تحط رموز ترسم رموز اللي انت عايزها. بالشكل دوت. وممكن تدخل ملف كاد. دخل ملف كاد. وتبدأ تشغل عليه. طيب انا برض ان انا ما عندش ملف كاد. هعمل له اكسبورت. هعمل اكسبورت للبيو دوت. ودخله تاني. هعمل اكسبورت كاد. دي دابل جي. تمام؟ اه. ده احنا عملنا اكسبورت المرة اللي فاتت. بختار الملف اللي انا عايزه. ممكن اعمل كذا ملف لو جيت هنا. وقلت له فيو. هجيب له كل البيوهات اللي انا عايزها. لو انا مش عايز غير الملف ده. هقول له كارانت فيو. لو عايز اضبط الاعدادات. هاجي هنا. وابدأ اضبط الاعدادات. زي اللي روت. كل حاجة على اللير بتاعتها. كل حاجة على اللون بتاعها. كل حاجة على اللير مودفاي. ممكن ابدأ اضبطها. تمام؟ جنرال. بتأكد ان انا شغال على. اشوف اخر. يعني ادم اتكاد عندي ايه في الشركة. يعني الواحد شغال على 2006. هاتطر ان انا اخليه اتكاد 2004. عشان نيفتح معي. تمام؟ طيب. هقول له مثلا خلينا شغال على 2007 مثلا. اوكي. هقول له Next. وابدأ اخلي الملف دوت اصداره. ممكن اصداره مثلا على الديسكتوب دلوقتي. هقول له ايه؟ اوكي. طيب. لو انا عندي ملف كاد. في الستاندار ديتيلز. او في الليجن دي بتاعي. وعايز ادخله هنا. نحن على فكرة رفعنا الستاندار ديتيلز. ثلاثة جيجة. تمام؟ ان شاء الله هتلاقيهم على المنطقة الدورين. او على ماوس البيم. هتلاقي في رفعنا ثلاثة جيجة سندار ديتيلز. اللي هو حوتوكاد. وفي اربع لوح يبقى فيهم اغلب السندار ديتيلز من الجمعين. تمام؟ الالكتريكال الوحده. والبلامنج الوحده. والشفاك الوحده. والفارد الوحده. دول ان شاء الله نرفعهم مرايب بس وزباطهم. وفي رفعنا اظن التسعة جيجة فاميلي. فان شاء الله التسعة جيجة فاميلي دول. مش تحتاج فاميلي تاني طول ما انت عايش. تمام؟ طيب لو انا عايز ادخل ملف كاد في قلب ليجند. هاجي هنا مثلا اقول له انا عايز نيو ليجند. وسمى اي اسم وقول له اوكي. هاجي من قائمة انسرت. بلاي عندي لينك كاد ومبورت كاد. ايه الفارق بينهم؟ لينك كاد. هيدخل ملف كاد في قلب الريفت يظهر معي هنا. بس لسه مرتبط بي. يعني لو الملف تغير هناك. هيتغير هنا. عامل زي موضوع الكثير في لوتو كاد. الله ينور عليك. لو انا قلت له امبورت كاد. فهو بياخده كده كوبي ويحط عندي. تمام؟ لو الملف الاصل تلغى ملوش الدعوة. عامل زي ايه ببساطة؟ طبعا كلنا عندنا حسابات فيسبوك. تمام؟ اللينك كاد ده عامل زي انا بس فتح صفحتك. تلاقي حاجة اسمها صور صحابك. دي لينك كاد. اول ما صاحبك بيغير صورته تتغير عندك اوتوماتيك. انما امبورت كاد دي الصور اللي انت صورته ورفعته حطتها. مهما حصل مش تتغير. مش هتيجي مرة تلاقي كنت تدقى مصور جنبه. والهو تلمسك مصور جنب الهرم الاكبر. لا هي خلاص. اتحطت فمش تتغير تاني. فانا بالنسبة للساندر دي تيلز او للليجاند. بفضل امبورت كاد. تمام؟ لان امبورت كاد بيتحلق خاصة ان انا افجره. واشتغل عليه وعدل فيه. انما لينك كاد لا. لينك كاد هي مجرد ان انت واخد وصله. فما ينفعش انت تتعدل فيها. ينفع تفتح ملف الكاد وتتعدل فيه. فانا هنا هقول له امبورت كاد. واختار الملف اللي احنا لسه عمليونه شوية. ونبدأ نبص على الاختيارات دي. هنا دي اهم حاجة. بس دي مهمة اوي لما يكون شغل على الفيون. مش مهمة في اللي ساندر التيلزي اوي. عندي حاجة اسمه سنتر تو سنتر. بيزبط السنتر بتاع الاوتو كاد. مع سنتر بتاع ريفت. تمام؟ ودي بيش مستحبة. لان نوتس سنتر ممكن تتغير من ملف الملف. أورجنت أورجنت ده الزيرو زيرو. في الاوتو كاد. هزبطه مع الزيرو زيرو. في الريفت. وده المفضل بالنسبة لنا. تمام؟ ده حاجة اسمه أورجنت أورجنت. تمام؟ الباقي بمانوال أورجن مثلا. يعني ايه؟ يعني بيجيب لي نوتس الأورجن. في الاوتو كاد. وانا حطها بيداية في اللوحة. تمام؟ طب تعالى نجرب أورجنت أورجن. ونجرب منوال أورجن. أورجنت أورجن. أورجنت أورجن. تمام؟ طيب. باية الاختيارات. هنا كالر. بيقول انت عايز تعكس اللون. انفيرت. ولا عايز تبقى نفس الألوان. ولا بلاك أند ويت. طب ليه أنا ممكن نعكس الألوان. لان الخلفية بتاعة الوتو كاد السودة. والخلفية بتاعة الريفت بيدا. وانكان ينفع غيرهم في الاتنين. يعني ينفع هفتح الوتو كاد. وخلي خلفية بيدا. وينفع هفتح الريفت. وخلي خلفية السودة. مفيش أي مشكلة خالص نغار خلفية. بس الناس تعودت على كده. ان الوتو كاد خلفية السودة. والريفت خلفية بيدا. تمام؟ وينفع تبدل بينهم. هي الاسوك كان أحسن في الشاشات اللي هي العريضة. إنما في الشاشات الرفيعة. الاتنين سيان. والأبدال طبعا بيراح العين أحسن. تمام؟ الليار. والليفن. اللي معوجودة في ملف الكاد ده. هتيجمعها على طال. كل الليارات اللي موجودة في ملف الكاد. هتظهر معي. طب بالفيزافول. هتظهر معي الليارات اللي ما يعمل لها orientation. بس. يعني هياCR فكاد ده ممكن تكون في الليارات تعمل له orientation. خلص، مختلفة غير طبعا، بس أنت وزهر معيها لتي مدير الطوال. طب اللي بعديها وبابلتها proyectا فيه فباسفي. بيجيب لي قايمة. وأختار الليارات بعيدها واضفيها. تمام؟ هنا هجيبلي قيمة فيها اللي يروط. طب خلاص نجرب ديها. لان خلاص اللي قول مفهومة كل اللي يروط سيزار. الفيزة بول مفهومة. طب نجرب الاسبيسافي. import unit. انت انشغل بقاني واحدة. لوحة الاتقاد دي معمولة بالمليمتر ولا بالسانتي ولا بالمتر زي ما انت عايز. شوف انت مشغل بقاني واحدة. وخلت تدخل عادي. تمام؟ correct lines zr يعني هو بيزبط تثبيطها بسيطة كده ما فيهاش اي مشكلة خلاص. تمام؟ قل له open. اه جاب لي اختار اللي يروط اللي انت عايزت تزهر. لو في اللير مش عايزه يزهر شيل علامة صحة من هده. وخلاص هينزل معك اللوحة كلها بدون الصفحة دي. طب خلاص دي زهرت معي. خلي بالك اللوحة دي اصلا كانت فاضية. اللوحة دي كانت فاضية. دي اللوحة اللي كان فيها الشغل. طيب هي معمول لها حاجة دلوقتي. معمول لها ايه؟ معمول لها بن. يعني ايه بن؟ يعني ما يفعش ان انا حركها. اجل حركها ما يقدرش. طب عملي عشان احركها. هدوس unpin. كده يبقى من حق ان انا حركها. وبن دي كويسة. يعني لو انا شغال في الشغل. وفي جزء عايزه يثبت معي ما تحركش. هقول له بن. يعني مثلا فيه دقطة انا اغوثك ان ده سليم. وعايزة اغير في اللي حواليه. هقول له بن. وابدأ حرك اللي حواليه. عساس ما غروش مغير ما خ اخب لي. طيب ايه اللي بعد كده؟ بجا بص كده بلاقي شوية اختيارات. دليت لير ممكن لما انت عايز تدفي لير معينة. هقول له مثلا ادفيلي الليرات ديت. واختار الليرات اللي انا عايز. اخليها دليت. كويري. اقف على المافل كده عشان ان يبدأ يظهر معي. هقول له كويري. كويري ده هيعمل لي ايه؟ هيقول لي اختار اي لير انت عايزة. طب اخترت اللير دي. ايه اللي هيحصل؟ هجب لي معلومة عنها. بيقول لي انت اختارت اللي اين. اللي انت اختارت د محتوط على اللير اسمها A. شرطة D. T. L. شرطة L. L. A. N. الستايل باي. البلوك نيم. لو هي بلوكة هيديني اختارات. فده بيديني شوية معلومات. طب لو عايز اخفي الحتة ديت لو عايز اخفي اللير دوت. هقول له هيد انت فيه. خلاص اللير دي اختفت. تمام؟ هدوس كنترول زيت لشان انت راجع. طيب. يعني احنا كده شفنا اول ما بنوعة فعالة ملف اوتوكايد يكون داخل insert مش link. بيجيب اللي اختارات ديت. بيقول Delete Layer ولا Query ولا XBlood عند XBlood دي فيها اختارين بقى رشية XBlood و Full XBlood الاختار الاولين بيفجره تفجير جزئي يعني لو فيه مثلا مستطيل مش هيفجره كله هيبقى افضل مستطيل Full XBlood بيروح افجره كله عذرا اقول Full XBlood هيبدا يفجره لي دلوقتي بقى ديه عناصر بقى عناصر Revit ابدأ اعدل فيها زي ما انا عايز ما بقىش ملف Revit اقدر اجي هنا وابدأ اغير واختار اي اخسارات انا عايزة تبدأ تغير LL دي مثلا بدل ما Low Level تسمى اي اسم تاني ممكن تسمىها L-O-L اي حاجة انت بقى لك ان انت تتعدل زي ما انت عايز تمام؟ تقدر تتعدل في الاشكال دي زي ما انت عايز برضو تمام؟ خالباك انا لما اشدك كده في الوتوكاد كان الخط ده بتحرك الواحد ومنما دلوقتي هم مرتبطين Revit فبص اول ما بحرك بتعملهم زي Stretch تمام؟ دي شوية حاجة بسيطة ازاي تعمل مع ملف الوتوكاد طيب تعال نجرب اختيار تاني نقوم بتإنسيرت هقول له تمام؟ اختارت الملف بداية اللي احنا لسا عاملينه اللي هو ملف الليجاند حاجة هنا اقول له ايه؟ manual origin يعني ايه؟ يعني قتل نقطة الـ origin اللي موجودة في ملف الوتوكاد وانا المانوال هحطاف المكان اللي انا عايزه وقول له ايه؟ اجيب له كمان بالليارات اللي انا لسا بختارها اقول له اوكي وابدأ هحطاف المكان اللي انا عايزه دي نوت 00 اللي انا بحرك الموسع عندها وهطاف اي مكان انا عايزه خلاص تنزل معي اللوحة تمام؟ طيب خليني انا نتخيل تخيل تاني ان انا آآ عايز اعمل حاجة تانية غير الليجاند دوي نعمل الليجاند جديد اوكي دي لوحة دي احنا شوفنا ازاي نرسم حاجة manual ازاي ادخل ملف الوتوكاد اللي حاجة التالتة بقى مقامة annotation بلا حاجة اسمها component هختار منها legend component يعني ايه legend component يعني هبدأ اشوف الدي بيعرض لكل family اللي مقابلة في المشروع يعني مثلا نخلينا نختار مثلا mechanical equipment ايه كل الحاجات دي حاجات مقابلة في المشروع اخترت مثلا الماكنة دي مثلا تبعون انت عايز تشوف شكلها في فلور بلين ولا شكلها في فلونت ولا شكلها في الباك ممكن اقول لي اغرر شكلها في فلور تمام؟ تعالين نختار ماكنة تانية ايه اقل ليكم مثلا ديت ده شكلها في فلور بلين وشكلها في الاليفيجن هو الشكل دوت تبدأ تحط family ومجارب بس هتكتب text جنبيها كل حاجة بتاعت ايه تمام؟ ده هيبعمل لك كده legend و اول من تتعدل اول ما انت تتعدل في شكلها في البلايين نفسه هتتعدل معي هنا يعني انا دخلت جواه الفاميلي وعدلت فيها هي اوتوماتيك هتتعدل يعني يعني لو انا دخلت في الفاميلي دي ودخلت عملت لها ايديت فاميلي وعدلت في شكلها هاجي هنا في اللوحة دي اللي هتعدلت اوتوماتيك باش مضطر ان انا اجي اعدلها هنا كمان تمام اعليكم صحيح البر كده وشون تسامح طيب نكمل ان شاء الله مع بعض تمام يبقى احنا كده شوفنا ان احنا ممكن نعمل لليجيند في ثلاث طرق اول طريقة ان انا اكتب اوتوماتيك عادي ثاني طريقة ان انا ادخل ملف في اوتوكيد يكون فيه لليجيند كاملة ثالث طريقة ان انا اعمل موضوع من قائمة النوتات اقول له لليجيند كمبوننت وابدأ احط الحاجة اللي انا عايز تمام وممكن ترى الرابع ان اقول له detail component ايه detail component ده بيفتح لي ان انا انزل فاميلي كن فيها detail component يعني تعالى ندخل مسلا على ايه هقول له ريفت هقول له family واختار detail component detail item بلاقي كل دي عبارة عن family فيها شوية تفاصيل اللي بتا تختار اللي انت عايزه تحطه يعني ايه ده التفاصيل هي دي عبارة عن زي standard details اللي بتا تختار اللي انت عايزه وتدخله في قلب البرنامج عادي تمام وده فاميلي تقدر هتعدل فيها ببساطة family to d تمام اعملكم مثلا تفاصيلة زي دي مثلا ايه اوكي اروح هاتتها و لو انت عايز ترسم عليها وتتزود عليها حاجة هتتزود معك بدون ايه مشكلة خرصة تمام دي تفاصيلة دي الطريقة الرابعة ان انا اعمل ليجا طيب خلونا نشوف ازاي اتعلم عملها في كده في قلب يعني ادهو مثلا او في قلب اي فيو من الفيوات اللي عندي يعني ادهو فيو مثلا كنت اشتغلت فيه شوية شغل القهرابة بساطة خلصة انا عايز اعمل اللي ده ملف في اكسبورت و افتحه مثلا في اي فيو تاني يعني هاجي هنا اقول له مثلا ده انا عايز اعمل له اكسبورت كاد خلاص احنا عملناها كذا مرة فالموضوع بقى بسيط خلان بوسكا في اكسبورت بلاقي كاد دي اكسي اف دي جي اين ده بتاع الماكرو ستيشن بتلاقيه عند دي دابلو اف انه انت عايز تعمل ملف دي دابلو اف بلدنينج سايت ده متدده ADSK ده ملف مشترك بين برامج autodesk gpxml ده ملف او بلع عن ورقة كده عاملة زي صفحة الانترنت فيها معلومات انت ممكن لما تقرأه ما تصدارش تتوعبها بس البرامج بتتوعبها زي برنامج الهاب زي برنامج الساب اي برامج اي برامج من البرامج التحليل بتده تتفهمها EFC دي البرامج اللي شغاله في المجالة الصناعة هنا ممكن تتخرج ملف data basis هنا ممكن نخرج image وعند حاجة اسمه ووكسرو ونحاول إن شاء الله لما نقول لها بإذن الله ده report تقرير تمام؟ هابا بردو نشوفه ده وفشان اللي انت عايز تتعدل في الاخترار بتاعة اكسورت طيب هنيجي هنا في الكاد هقول له DWG عايزة خرج الملف دوت تمام؟ كيان انا جاي اللي من بره ملف كاد يعني انا دوقتي هابدأ اشتغل وليه ملف كاد جاي اللي هابدأ افهمه ازاي؟ انا عايزة افهمه دلوقتي هقول له اعمل له اوكي خلاص؟ كده انا صدرت الملف دوت لمشروع بره جاي ان انا دلوقتي عندي ملف معماري واحد بيقول لي ابدأ ارسم شغل الكهرباء عليه او التكييف عليه تمام؟ اول حاجة هلقى الشغل دوت اعمل select على حيات كتيرة وقول له filter وقول له انا عايزة اعمل select على light fixture والwire ووكيه كده اعمل select على تندل بس تمام؟ اقول له delete كده اعمل طيب انا عايزة ادخل ملف الكاد هنا عشان ابدأ اتعامل معي كاين انا شغال على ملف معماري وجاي اللي شغل كاد وبيقول لي ابدأ الشغل عليه هاجي هنا انقامة insert هقول له link kit link kit وابدي اختار ملف link kit بتاعي انا اقول له احسن حاجة اختارها urgent urgent هنا قرأة view only يعني المعماء الشغل دوت ما تزروش غير بالview ده بس وده طبعا مفضل على اساس ما يظهرش يعني مثلا انا دوقتي اشتغل كهرباء ما يظهرش عند البلومنج ولا يظهر عند التكييف ولا يظهر عند الفاير عشان ما عبدوش يدع عليا وقاله ايه اللي شغاله معانا الحاجات كلها هقول له ايه قول مليمتر ما يشفش مشكلة الهلوان شوفت عايز تحكسها او مش عايز تحكسها دعم وقال له ايه اوب بسم الله ما شاء الله ايه ظهرت معي هاي مفيش ايه مشكلة خالص كده كان انت بتشف كان الشغل ظهر معيك تمام طيب ايه الحاجة اللي انت عايز نبدأ نستوعبها مع بعض اولا لو عايز ابدأ ارسم مفيش ايه مشكلة خالص هاجي نبدأ نشوف بس موضوع الرسم ونبدأ نحل المشكل برضو مع بعض هاجي هنا اقول له لايتنج انا عارفت ان هو عايز نحطها هنا في المكان ده بالزبط هقول له بليسم فيس وابدأ راح اطيتها تمام هو ده وممكن ملف الكاد بمرخم على السيرنج شوي تمام طيب هاجرب تاني اقول له لايتنج اقول له لايتنج اقول له بليسم فيس انا عايز اخلي ملف الكاد او سيرنج او ماشي اعايز ا اجعل سيرنج تمام اه دوقت انا عايز اخلي ملف الكاد اعمل سيلكت كدع الكاد اعمل سيلكت اقول له فلتر اقول له انا عايز اشيك نن انا عايز بس ملف الكاد دوت اوكي كدع اعمل سيلكت على الكاد بس هاجي هنا ممكن لو انا عايز اخلي امبن ادوس هنا بس انا عايز امبن فعلا هقول له سيندو توباك يعني سيندو توباك يعني خليه ورا خلص خليه ورا الشغل كله تمام؟ ملف الكاد خلاص خليته ان ايه سيندو توباك تمام؟ طيب هابدأ اشتغل بقى تاني كده لايتنج تمام؟ اقول له اه فرتكال دي لو انا عايزه على الحيطة انا عايزه هنا على السيلنج تمام؟ طيب هابدأ اشوف طيب بي بي لو انا عايز اتفل لتكاد هاجي هنا واشيل اه احنا كنا حطينا لحاة تاني هنا اشيل لتكاد اوكي شوف بس هاليا العبن لو انا حطي لتكاد ولا في عب في السيلنج نفسه هاجي هنا اقول لتكالد ايه ايه اتحط معايا عادي بدون ايه امشيك فلس طيب لو انا عايز ازهر الكاد تاني هاجي هنا امبورت كاتوجري وابدأ اشوف انا اللي حاجة اللي انا عايز اشغالها ولايكم مثلا السيلنج تمام؟ اقول له اوكي كده انا اقتل السيلنج تاني تمام؟ اقتل لتكالد تاني اقول له لتكالد بلس ان فيس تمام؟ 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 طيب لو هدوه المتابعوmate تمام؟ التقريبان تمام؟ ستخليبات وادي يبقى الوراء يبقى الوراء تمام درو لير هل هو يبقى بجراوند ولا فور جراوند خلي بجراوند تمام هو موقع عشان موضوع السيلينج ذا هو اللي ظهر قدامك عشان الفلحف السيلينج طيب طيب السيلينج السيلينج هجي هنا فلتر check none طيب مليمتر مليمتر ممكن نعمل حاجة مدام هو معلقة معي اخفي اخفي الخطوط بتاعت السيلينج يعني هو لو راكم معي اخفي خطوط السيلينج اقول لفلتر اخفي لي جراينج هو اعمل يا اخرج هاجي هنا انا كده عرفت الامكان بتاعتها فين عرفت الامكان بتاعتها فين ممكن ادست رفياه خالص واحطها في الامكان اللي انا عرفتها فين ممكن ادست او هاجي هنا ممكن ادست ممكن ادست او لله لو ان ابرت portrait س抽 الخلاص خلاص الوال عيه الخلاص قهربة انا اعيزها سيلنج ايه اخفل الريم بتاع السيلنج تمام اوكي كده السيلنج اختفت هقوله بقى انا اعيز احط احط لائتنج فيكتشور ثم تتحط لائتنج فيكتشور زي ما انت عايز تمام فقط كده عرفت اماكنه ومعرفت التوصيله بتاعتهم منين عرفت ان انت مثلا هنا هتوصل بقى اني طريقة يعني انا عرفت دلوقتي دي انت هتوصل مثلا بالطريقة دي بناما دي هتوصله بخطوط مستقييمه فانت شايف الشغل الاتقاد اللي هو قد معمولي وتبدو تعمل زي وبرده لو فيه كاد هتعرف لو فيه تكييف كاد هتعرف برضه المصار اللي هو ماشي فيه هتعرف الحاجات اللي انت شغلا فيها هتعرف الطريق التوصيل ازاي هتعرف الفكر اللي هو ماشي عليه وتبدو تشغل بيه لو فيه لير مرخمة يعني الفكر بس ايه في خطوط السيلينج كلها فوق بعض تمام فهتدس في في وقول له انبورتك هتجري وهتخل هنا في في الاتوكاد اللي هي انبورتك هتجري وهشوف ايه اللي يا رات اللي انا عايز اخفيها واخفيها هقول له تفيله مثلا السيلينج هتفيله كذا وقول له اوكي طيب لو انا عايز عايز ابين الحطام بتاعتي يعني هنا الحطام بتاعتي بش باينة فعايز اخليها تبين معي ممكن اجي هنا في في لما الون الحطام بتاعت الريفت لما الون الحطام بتاعت الكاد هاجي هنا بكل بساطة ممكن اجي هنا على الول الول هنا بيزهر عشان المعمار بيزهر هاجي اعلم علامة صحة كده على الارتكشار عشان الول يزهر معي ادهو الول وهبدأ ادليه الول معيا تقول له مسلا قال لييكو cosa بنا Anal هنا بحصور هنا لما يكون قطع في الحيطة والكثير من حيطه أجب بص من فوق الحيطه المفروضدي يارية بدون قطعه هنا لما يكون أنا قطعه في الحيطه يعني خط القطعه أجي قطعه في قلب الحيطه تمام؟ فأقول له اوكي تمام؟ واجه هنا لو خافينا اللي رحت الاتوكيد تمام؟ هتلاقي خطوط المعمار هي اللي ظهرة طيب ممكن ناجه هنا وقول له زر اللي جدوت بس خليلي الحيطة هنا أدهه لون تاني يعني اقول له layer خليه مثلا بلون أخضر تمام؟ وهنا برضو الول مثلا ديها لون أزرق اوكي apply خلاص هتبدأ بقى تظهر معي تمام؟ السقط مش ظهر عندك بشونتشريف ممكن تتعمل ايه؟ أول حاجة تأكد ان انت ظهر شغال في السيلينج شغال في السيلينج بش في الفلور لا خليك شغال في الفيول والسيلينج تمام؟ دي أول نقطة ثاني نقطة تعال هنا وقول له بي بي وتأكد ان السيلينج بتعلم عليه صحة تمام؟ الـ view range هل هو أعلى من السيلينج أو لا دي ثلاث حاجات اللي ممكن يكون فيهم مشاكل فعشان كده وبرزهر معي نقطة تعال أنا آسف آسف الصوت بقال فترة فاصل معلش انا ما كنت شايف بس البتاع فكان الصوت فاصل شوي تمام؟ طب آخر حاجة سمعتوه ايه قبل ما صوت يفصل ايه آخر حاجة طيب بعد اسنوك اسمعتوه قبل ما صوت يفصل ايه آخر حاجة طيب بعد اسنوك اسمعتوه قبل ما صوت يفصل طيب هنكمل ان شاء الله مع بعض ان شاء الله في المحاضرة اللي مسجلة بإذن الله تلاقوا فيها التفاصيل دي ايه او الحتة اللي ستكنفاصل فيها تمام؟ احنا ده وقت بعد ما دخلنا ملف الكاد بادوس في بي وادخل هنا في مبورت كاتوجري وادخل هنا ملف الكاد لو انا عايز ابدأ اضابط الاوام بتاعته ممكن ادخل هنا اقول له كل ملف الكاد ادل له المعين او ممكن ادخل العلامة الزائد دي هيظهروا معي كل الليارات ابدأ كل الليار ادهلهم معين ابدأ اضابط الاوام بتاعته تمام؟ طيب طيب الحاجة اللي احنا عايزين نتكلم عليها بقى دلوقتي لو انا عندي شغل موجود على ملف مستقل معماري او انشائي وعايز اتسحابه عندي طيب هبدأ افتح ملف جديد اقول له new project تمام؟ وابدأ اختار template هدوس browse وقول له ايه هشوف فين ملف التمبليت اللي عندي تمام؟ وابدأ اختار اي template فيهم وقول له ايه open افتح الملف التمبليت دوي تمام؟ ممكن افتحه كمشروع وممكن افتحه project template لو مشروع انت كده افتحه عشان تشغل عليه ترسم عليه project template هيتفدح كملف تمبليت rte وتبدأ تزبط القيمة المالج اللي عندك وتبدأ تزبط الفام اللي انت عايزها وتبدأ تزبط حيات انت عايزها فاقول له افتحه لي كمشروع دلوقتي وقول له متارية metric تمام؟ هو كده افتح مشروع عادي خالص هابدأ انا اسحب عليه المشروع المعماري عشان اشتغل عليه تمام؟ هابدأ اصبط المشروع اعود تانية عشان ما تهنكش معي تمام؟ هابدأ اسحب المشروع بتاعي هابدأ اشوف ان المشروع اللي انا اسحبه هقول له comment insert هقول له link rivet يعني في ملف rivet موجود اسحبه لي معاك link rivet كان انا بقول له x rivet في الكاد كان x rivet هاشوف المشروع بتاعي فين هوت مثلا بلاقي اللي اختارات عمدي هنا بسيطة عكس الاتقاد تمام؟ لان الموضوع اللي يرات موجود موجود موضوع الزبط فين اللي هو position هؤو موجود الالوان ما بدش موجودة هولو مثلا زبطها لي urgent orge اسم ملف هوت خلي بالك الملفات دي عبر عن backup يعني بتلاقي كل ملف وراك كذا ملف دي backup لو حاجه بازد بابدأ ارجحه من ايه هولو copy tetang3 الان foxy ابا كده هتسحبك x rivet هبدأ اشار عليك x rivet ده الملف اهو تظهر معاين هل تظهر كله ولا تظهر جزء منه؟ تعال انشوف لو انا وبطلو رول 3D اهو. ده كده بالسري دي. تمام؟ يبقى هو كده صغير كله معي. ده اللي انا عايز اعرفه. تمام؟ هو ده مسلا تقريبا خمسة دوار. طب اللي لو جيت هنا في view. لو انا جيت هنا في view. وقلت له. اعمل لي بقية اللي في وقت. انا عندي دلوقتي لفيل واحد عايز بقية الدوار. هقول له اعمل لي فلور بلين. هقول له ده انا معندش دوار خالص. يعني هو كده مش شايفه قوي. يعني هو كده شايفه بشكل جوزي. طب لو انا عملت select على حيطة واحدة من حيطان. عمل لي select على المانه ده كله. اه يبقى كده هو فهمه ككتلة وحدة كان انا بشفه. كده هو مش فهمه بطريقة خلينا اشتغل معه كويس. كده لو في اي اداة صحي هنا. بش 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 استغل عمل لي select. لان هو كده شايف كله كتلة وحدة. تمام؟ طيب انا عايز ابدأ اشتغل معاه شغل ااااااااااااااااااااااااااااااااا شغل ريفت شغ حاجة كويسة. شغل ندير. هعمل ايه? اعمل select عليه. تاني المشكلة انا عمدي. ان هو دلوقتي شايفه كتلة واحدة. وبيشمديني اختيار ان اعمل select على جزء وجزء تنلقه. انا دلوقتي ان اعمل select على الحاجة كله بيجي معي. تمام? ده هو دانا اللي مش عايزه. انا عايز اعمل select على جزء معي بس منه. عايز اكتف معي. عايز المابنة هنا يحس باللدوار اللي فيه. يعني خلينا نرسم section. section او elevation. تعالي نرسم elevation. elevation هو. تمام? حطيت ال elevation ده مثلا هنا. تمام? عايز ال elevation ده يحس ببقية الدوار. بدل ما يدخلهم يدوي. انا عايز هو automatic. يحس بكل الدوار اللي موجودة في المشروع. ال elevation ده اللي هو الوجه. كليك يمين. تمام? جزء ال elevation فيه. عايز لما اجي هنا. يحس هو باللدوار ده كلها. يعني يعني يبقى level 3 شايفه. ما اضطرش ان انا ارسم level 3 تاني. كنا نضطرش ان احنا نرسمها مرة و 2 و 3. لا. احنا عايزين ما دومنا اتعاملت في مشروع يبقى معمولة هنا برضو كمان. طب اعمل ايه بقى عشان اوصل الى الموضوع دوت. هعمل select على المشروع اللي انا ساحبه. على الخريف بتاعي. تمام? و هدخل هنا من قائم الكلبريت. من قائم الكلبريت. بلى عندي حاجة اسمها copy monitor. هقول له ايه? select link. تمام? واعلم على المشروع اللي انا عايزه. تمام? جاب لي ايه? قال لي اختار الحاجات اللي انت عايز تنسخها. اختار الحاجات اللي انت عايز تنسخها. اقول له ماشي. انا عايز انسخ. تمام? copy. واعلم على multi able. multi able عشان اعمل select على كزا حاجة مرة واحدة. تمام? انا عملت select على كل الجريد دوت. وكل الجريد دوت. ودوست control. وانا بعمل select دوست control عشان يبقى سريم معايا. تمام? ولو انا في حاجة عايز تشيلها بقول له filter. وشيل حاجة اللي انا مش عايزة. لانا عملت select على حاجة غلط. تمام? طيب خلص. عندي finish هنا و finish هنا. هدوست على finish اللي تحت. كده بقى انا عملت select على كل الحاجات اللي عايزة. وبعد كده هدوست finish اللي فوق. تمام? كده اللي هيحصل الجهاز بتاعي او المشروع اللي في بتاعي. الرفي بتاعي. هيبدأ احس بكل الحاجة من الحاجات ديت. هيبدأ يبقى active معايا. ولو اتغيرت هناك. هحس بيها برضو. هتغير معايا. بس كده انا بعمل select على ده بس. لو انا عندي اي صرف او اي اجازة صحية موجودة في المشروع بتاع الرفيط معماري. هتظهر معايا. اعمل عليها select ليجيب لي connection بتاعتها وابدى ارسم شغل بتاعي. تمام? اه الناس اللي ما بتعافش طرق دية كده بتضطر تعمل VV وتخفي الادوات الصحية اللي في المعماري. وتعملها تاني في الشغل بتاعي الصحي. ودي بدأ ترسب ال connector. يبقى فيها عندي حاجتين فوق بعض. تمام? تاني. انا دلوقتي لو انا عندي حاجة عايز احس بيها في الرفيط المعماري. تمام? تعالي ان اخدها حاجة تانية. انا عندي ايه. تمام? وعايز الرفيط يبدأ يحس بالفلور ديت. عايز يبدأ يحس بهم كلهم. طب اعمل ايه? هل ارسمهم انقاله جديد? سهل ارسمهم. بس مش منطقي. تمام? ولهو لو اعدل حاجة مش هتتعدل معي. لا انا عايز اتبقى automatic مع بعض. تمام? هاجي من كامل كلبريت. هقول له copy monitor. وهقول له select link. كوبي monitor. يعني انسخلي ورقبلي اللي هناك. تمام? علمت انا كده على ملف الرفيط. واداني خاصية ان انا اقني. هقول له كوبي. تمام? واجي هنا اقول له multiple. وانا بعلم ادوسكوا على control لو انا اعلم على كسا حاجة. انا علمت على كل الشغل اهوت. هقول له finish. finish تاني. finish تاني. ايه اللي حصل? الحاجات دي بقى يتاكتف معي. بقى البرنامج فهمها. طب ايه اللي يدلني ان البرنامج فهمها? تعال نختبره. تعال نعمله اجزام صغير كده. هاجي من comment view. وهقول له انا عايز اعمل floor blend. اهي floor. اقول له floor بلين. بسم الله ان شاء الله. كل هم ظهروا معي همت. كله ظهر معي. كل اللي ادوار ظهرت معي. هقول له اعملهم لي من level 1 بالground. اوكي? خلاص. كل اللي ادوار ظهرت معي هيا. وكل دور هدخل فيه هلا اشتغل معي. كده بقى الرفيط المعماري ما قري عندي. بقى مش شاف عندي كل التفاصيل بتاعته. مافيش معلومة الا اصلا. تمام? قبل اشوف ايه الحاجة اللي انا عايزها. واعمل لها برضو computer. يعني انا عمر ما احتاج اللي بواب. احتاج اللي بواب في ايه? عمر ما احتاج السلال اللي باحتاجها في ايه? يعني الحاجات اللي انا هحتاجها في شغلي. هاخدها معي. يعني انا انا محتاج grade. اوه ممكن اكون عايز اعمل مثلا دامنش على grade. عايز ابدأ اشتغل معاها. عايزو يبقى متفاعل معاها. اكيد طبعا عايز اعرف الدوار. اشوف اللي بلاد عندي. وابقى متفاعل معاها. بحيس ان انا مثلا لو قلت له هنا. اعمل لي سيلينج بلان. هاجيب لي كل سيلينج بلان. هوت. هلو اعملهم لي. هيبدأوا يظهروا معايا. ابدأ اشتغل عليهم. وابقى انا كده اشتغل صح. الطريقة دي احسن من فاتت. انا طريقة. اه طريقة تكاد. اسوها انا دوقتي الناس في المكاتب شغلة بكاس طريقة. تمام؟ هي احسن طريقة اللي احنا نقولها بعد شوية. يعني احسن طريقة فعلا. اللي احنا نقولها بعد شوية. في طريقة طبعا ما حدش بيشتغل فيها في مشروع كبير. اللي هي ايه. اه ممكن تعمل منتور لاركم الغرف والمسيحات والتاجات وكل حاجة. اما فيش ايه مشكلة. بس بش محتاجة. لان انت مجرد ان انت تحط التاج هو هيقرأ. تمام؟ بس في خاصية اللي تعملها. انا شوفها لك دوقتي. في خاصية اللي تعملها. اللي هي ايه. بتعلم على المشروع المعماري. بيتعلم على الريفت المعماري اللي انت ساحبه. ممكن تجيبه من هنا. تمام؟ بسبب روبارتس. لازم تعلم على روم باوندينج. لو علمت عن روم باوندينج. هو اوتوماتيك يبدأ يفهم مساحات القوض ويبدأ يفهم من هنا في حطان او او هنا. يعني بين كل الكمية. بين اي مساحة مغلقة من الحطان. بيبدأ يعتبر ان دي اوضة. فانت لو جيت على الخصائص بتاع الريفت لينك اللي انت ساحبه. وعلمت هنا على روم باوندينج. هو يبدأ يحس بيها. تمام؟ اما هي ان شاء الله دي هتعمل لك كل space والروم وتحرك المشكلة دي كلها. السؤال بتاع الرحمة المهدد. انك تشغل من الملف المعماري. لو انت تشغل بطريقة يدوي. يعني انتو اللي ادنين شغلين في نفس المكان. تمام؟ بطريقة ان انت تجي تفتح الملف. يقول لك لا ده واحد تاني هو اللي فاتحه. دي ده بش منطقي. لو انا عملت شغلت بالطريقة ديت. ده بش منطقي. ان احنا شغلين بنفس الملف. وهو بش معمول بش عاملين حاجة اسم ماسو او روكسيت. دي اللي احنا نشرحها دلوقتي. يعني انا دلوقتي اه في الشغل اللي انا كدس طريقة. اول طريقة اول طريقة. ان احنا نشغل عادي زي ملف في الاتوكيد. تمام؟ اه ودي بش منطقية. تمام؟ لان الرفت لي امكانيات حلوة. اه ان انا اشتغل في ملف واقفله عشان واحد تاني اشتغل فيه. دي طريقة بش مش حلوة. وبش منطقية في المشاريع كبيرا. لان ضغط الشغل ومفروض دي استلم تاني يوم والحاجات دي كلها. اه اه ما دي احنا شرح لها قبل كده. اه اللينك احسن. اللينك احسن في ايه? في النواب يخفف لي الحمل بتاعي. يعني ايه? يعني. انا دلوقتي بش الجهاز وانا بفتح المشروع. بش متحمل بالرفت المعماري كله. لا ده متحمل بالشغل بتاع الكهروميكاني كله. فلو في مشروع كبير ممكن نقسم المشروع. نقوله ايه? اه. عندي ملف ريفت استركشور. عندي ملف ريفت معماري. عندي ملف كهروميكانيكان. لو شغل كتير قوي. ممكن نحط اه. ملفت معماري لينك. ونبدأ نشغل عليه. الحاجة التالت اللي احنا نقولها بقى دلوقتي. موضوع سنكولزيشن. موضوع سنكولزيشن. يعني احنا كلنا فتحين نفس الملف ونشغل عليه. ممكن يكون المعماري عامل سنكولزيشن مع نفسه. يعني عن تلاتة موانسين معماري. شغلين مع بعض. في نفس الملف. والتلاتة بيشغل في السطح. واحد مثلا بيعمل البواب. واحد بيعمل حطان. واحد بيزبط الماتيريال. ما فيش اي مشكلة خالص. وبرضو الكاهروميكانيكل. فيه ثلاث موانسين شغالين. واحد شغال تاكيف. واحد شغال صح. واحد شغال كهرباء. والتلاتة. وكلهم شغالين في نفس الوقت. بيجي يفتح الملف. الملف يتفتح مع عادي. تمام. وقت حكده. يبقى احنا عندنا الطريقة اللي هي العادية خالص. كأنك بتفتح ملف في وقت. تمام. وهتشغل عليه. ما فيهاش اي مشكلة خالص. فيه طريقة اللينك. تمام. ودي اللي احنا كنا بنشرحها. الموضوع اللينك. تمام. اللي هي موضوع الكسرفات. تمام. ولسه هنكمل فيها جزء اصغير. وبعدين نتنقل على الموضوع السنكوليزيش. موضوع السنكوليزيش. موضوع مهم جدا. ومستحيل لحد يششغل ريفت. مستحيل لحد يششغل ريفت. في شركة. وما يششغلش بيه. يعني ما فيش شركة شغلها ريفت. في العالم كله. غير لما يكون شغلة موضوع السنكوليزيش. ماشي نقدر نشغله ككاد. مش نقدر نشغله ككاد. ان واحد يفتح ملف الوحده. وطلع يفتح ملف الوحده. ونقعد نعمل لينك والحاجات كلها. لا. احنا بنشتغل موضوع السنكوليزيش. نحاول نلم الموضوع كده ببساطة موضوع Synchralization ان احنا كلنا نفتح نفس الملف مفيش حد بيطلع له نورد قولي مفيش حد فينا بالشغل على شغل التاني ممكن نضمج الريفت لينك مع Synchralization يعني انا هعمل ملف ريفت معماري وانسيه معمار الشغل عليه وريفت كهروميكانيكل بتوعه كهروميكانيكل هشغل عليه وفيه لينك بينه تمام عشان نخفف التوقل بتاع الجهاز لا انا هشغله دوقتي انا انطفيته هشغله تمام؟ طيب انا هشغل الشير دوقتي عشان الناس ما تزعاش مني قاوت طيب انا كده هشغلت الشير سواني كده وان شاء الله هشتغل معكم تمام؟ طيب يبقى مراجعة سريعة لو انا عايز انا ازل ملف كاد بلا عندي لينك كاد ومبورت كاد هينزل معي الملف الريفت اللي عندي وبس المقاطع السلة بالملف الاساسي لو انا عايز يبقى فيه سلة بينه بالملف الاساسي بختار لينك كاد لينك كاد تمام؟ لينك كاد لو دخلت على ملف اللي تكاد وعدلت فيه التعديد ده يظهر معي على طول لينك ريفت هربطه بملف ريفت اللي هو المعماري او الانشائي وكلها ممكن نربط ببعض تمام؟ بس لو انا فتح ملف معين وجيت افتحه هيقول لي لأ لازم تلغي الوصلة ديت يعني انا ما نفعش افتح الملف والملف اللي انا نسحبه في نفس اللحظة يعني انا دوقتي انا قلت له افتحه هتلاقي ايه Open and Unload يعني مقابل ان انا فتحه لك لازم اعمل لك Unload ما نفعش انت تفتح الاتنين في نفس اللحظة تمام؟ طيب لو انا عايز او اه الغي ملف الريفت اللي انا سحبه او اغير مصار متاعه او عدل فيه بلاية عني حاجة ما يمانش لينكس ديبار عا ايه؟ بيجيب لي الملفات اللي انا سحبها سواء ريفت او كاد او حاجة اسمها ديーいف مارك اوب ممكن تكون انت بعثة للمهندس الكبير او المدير بتاع الشركة يعملك مارك اوب بعلامات على الشغل بتاعك الحاجات اللي فيها غلط او الحاجات اللي انت ممكن تتريفئ بسببها فهيعملك علامة عليها كده كلاود عليها تمام بلون احمل كده كبير كده عشان يخد وفيه بوينت كلاود تمام طيب الريفت اهو لو انا علامة عليه هليه جابلي شوية اختراف تمام ممكن يكون انا في الشركة اشغال على مثلا على ال Y او ال X او Z جايز في البيت عندي ما قدش ال X وال Y او Z فالمسار هنا ضارف فملف الريفت مش قادر يقرأ عندي هنا هقول له الريليد فروم وودي له مسار تاني تاني يعني انا دوقتي انا عندي ملف ريفت موجود معي انا معي ملف ريفت معماري فهدته من الشركة وراحت بالبيت بغير ما استقزم المدير تمام وجيت هنا بقول له افتحول المردش يفتح ليه لان هو بيبص على المسار بيلاقي ان هو موجود على Z ريفت اسم المشروع اي المسار هو بيش لقي المسار ده عندك في الجهاز اجاز عندك دوابك C و D تمام مفيش بقي المسارات هقول له ريفتروم ورح محمله مكان تاني تمام اولا مثلا اولا ما اشغال اي ملف الريفت ده اللي مش عايزه دلوقتي عايزه بعد شوية هقول له ان لووت تمام؟ ثبا كده هعمل له ان لووت مققتا ايه المعادل ليه هقول له ريفتر يPOA يعني عند حاجة اسمه ان لووت ده هيخفيه مققتا بس لسه في اي وقت هقول له ريفتر يرجع تاني يبقى انا كده عندي Unload بيخفي مؤقتا بش عايزه انا دلوقتي تمام Reload هيرجحه لتاني لو عايز انت تشيله خالص خلاص انت مش محتاجه خالص هقوله ايه remove كده خلاص الشال معي خالص مش اشتغل عليه يعني وانا بعد ما انا اشتغلت خالص كنت انا سحب مثلا ملف كاد وخلاص مش عايزه هقوله remove سحب ملف refit مش عايزه خلاص خدت غرض منه هقوله ايه remove طيب اللي بعد كده cat format لو انا سحب اي ملف كاد تعالى نحط اي ملف كاد ونشوفه هقوله مثلا لينك كاد واختار اي ملف كاد واختار اي ملف كاد وانا كنا نحطين ملف كاد على ال stop زي ما حتفقنا origin to origin insta center to center دخلص وقوله ايه open خلاص اوه اظهر معي لا عايز تخفي اي layer منهم اقوله vp تمام filter اثني import category وابدأ اخفي الحاجة اللي انا عايزه refit links دي ما كانتش موجوده المرة اللي فاتت اي ظهرت معي تمام ممكن اقوله have to own have to own يبقى يخلي كل الشغل خفيفة تمام ممكن اجي هنا buy host تمام اجي هنا اوه setting cannot be in the file because the link file is not loaded. واللي هو انت اصلاً عامله unload فعشان كده انت مش قادل تتعدل فيه. طب خلينا ندخل Link Revit قصدي ندخل Manage Links. هاجه هنا. اقول له ايه Reload. انا حماله تاني وادوس اوكي. عشان يبقى ليه صلاحية ان انا عدل فيه. لما ادوس VV ابدأ اعدل في ال Link Revit. وابدأ زبط الخصوص بتاعته. تمام? اوكي. كده فورمات هاجه هنا. ونفس الخصوص. Reload from, Reload, Unload, Remove, Unboard لو عايز تدخل ملف كده التاني. طيب. انا اقول له كده معاش ناسي. هقول له Manage Links. تأكد بس تعمله Reload بعد كده اوكي. يبقى Manage عاملة زي عاملة زي موضوع الاختريف في الوتوكاد. بتدخل منها هتأكد ان المسالات شغلة. تمام? هقول له ايه اوكي بقى المراتي. تمام? اوكي. تمام? طيب. هدوس بقى فيه فيه. تمام? هدخل لده ريفة Links. هلاقي ان انا ليه ان انا عدل فيه على طول. بيقول اللي عايز باي Host View. يعني حسب ال View اللي هو اقف فيه. ولا باي Link View. يعني ال Host View اللي فصلاة بتاعيه. ولا باي Linked. حسب ال Linked اللي موجود. ولا Custom Custom. يبقى انها ابدأ اختار زي من عايز. ممكن ادخل مثلا موضل هنا. واخفي وازر زي من عايز. اجي هنا اقول له مثلا Custom. ويقول له مثلا المشروع ده. ال View دوت. اخفي لي. اخفي لي. كل الحطون. كل الحطون اللي جاية من الملف ال Revit اللي انا مستدعيه. يبقى انا كده ملف ال Revit اللي انا مستدعيه قدر اعدل فيه زي من عايز. ازاي? هاجف ال View دوت. هقول له Custom. وهبدأ اختار زي من عايز. اقول له مثلا الموديل. اقول له انا مثلا انا مش عايز اشوف the terminal. مش عايز اشوف the plumbing. مش عايز اشوف الدور. اللي حاجة اللي انا مش عايز اشوفها اخفيها. ممكن تجو مثلا انت مش عايز اشوف the ceiling. لاي سبب من الاسباب. تمام? او هو حطت لي Air Terminal بشكل مبدئي. وانا مش عايزها. عايز احط ال Air Terminal بتاعتي في المكان اللي انا عايز. تمام? هو مثلا designer فحاطت شوية حاجات. انا كل مرة بشوف بقى حاجة غلط. وبعمل لانا على مزاجي. فبشرها من هنا. وابدأ ارسمها. وبعد كده بقى اظهرها. تمام? اوكي. اوكي. تمام? ممكن اجي هنا برضو. كوردرنشان سيتنج. تمام? هنا ممكن اقول له ايه دي كوردرنشان سيتنج. قبل اقول له مثلا Air Terminal. اه اه اقلا له بتش كوبي ولا نسخهم واحدة واحدة. تمام? ولا اجنورك تجري يعني ما تجاهلوا وانت تسحبوا. تمام? هنا ممكن اقول له. هنا انت نفس الشيك لو انا عايز اعمل كوردنيشن بالحاجتين. اه تمام? لو في اي مشاكل هيقول له علي. طيب انا لو انا وفت على على ملف الريفت. تمام? بلا عند بايند. بايند يعني ملف الريفت المعماري ان انا ساحبه هيبقى معاه في قلب المشروع. تمام? منفاصل عن الملف الاصل بتاعي. بايند لينك. هيفصله ويبقى موجود معاه في قلب المشروع وابدأ اشتغل عليه. تمام? ده بايند لينك. لو انا وفت عليه او ممكن من هنا تحت خالص بلاحة اسمها ريفت لينك. اجي هنا وابدأ اعمل بايند. تمام? هيرروح اعمل بايند ويفصله عن المشروع اللي انك انشغل فيه. هيفصله عن الريفت المعماري. وابدأ اشتغل عليه عادي خالص من الريفت الكاروميكانيك البتاعي. فان ما انا مثلا ايه? اعمل شغل على الاصدار القديم. يعني هو بيقول لنا اعدل المعماري. وانا عايز يبقى عند نسخة فيها المعماري القديم. ونسخة فيها المعماري الجديد. بحيث لو اولي ارجع للقديم ارجع عليها. فهقول له بايند وعمل نسخة ثانية للمعماري الجديد. اه الشر شغال لو مشغال. معايش مش انطح مو بيقول الشر مشغال. معايش لو شر شغال بس ادوس واحد. لو مشغال دوس سفر. طيب اوسط كده اشغال. اظن. ان شاء الله. اه. طيب اشير شغال. طيب اشير شغال دلوقتي. طيب اشير شغال دلوقتي. تمام. طيب اه ان شاء الله. اه دلوقتي هنشر حاجة اسمه سنكرالزيشن. سنكرالزيشن ديت اللي هي ايه? ان ازاي كلنا نشغالين على نفس الملف. طيب ايه المشكلة انه كلنا نشغال على نفس الملف. ان انا دلوقتي ممكن واحد فينا يدخل يعدل حاجة يمين والتاني عدله شمال. يعني عند ضغط غابط في كيبول تري. فواحد عدله يمين نفس ضغط عدله يمين. واحد تاني عدله اللي هو جابه شمال. فدي مشكلة. فعشان نزبط الموضوع دوت. بنعمل حاجة اسمه وركست. وده اللي هنشوفها ان شاء الله مع بعض دلوقتي. تمام. طيب انا هاجد دلوقتي. هافل المشروع دوت. تمام. انا عندي مفتاح لوحة كتيرة هافلها. تمام. اقول له ما تسايفش. تمام. ده امتد ظهRte.Rte بتبقى مش ينفعت يتعمل مش ينفع يعمل加油. محتاج ملف ريفيت ليس ملف تنبيليد محتاج ملف ريفيت ريفيت فانا هفتح ملف ريفيت دلوقتي دي الفامي اللي هكولنا فتحينها هفتحينها تمام طيب هاجه هفتح ملف عادي خالص أقل ل Open واختار ملف يكون احنا شغالين عليه الملف بتاعنا احنا هنا جايب لي كل الحاجات انا عايز RVT Open ده ان شاء الله هنبدأ نعمل ايه؟ هنبدأ نعمل موضوع ان كلنا شغالين على نفس الملف كلنا شغالين على الملف ده اللي بيسمى coordinator coordinator السورة اظن ظهرة عند الناس coordinator يعني coordinator نحن نخلش حاجة متعرضة مع حاجة تانية وده ممكن نعملها في اي واحدة فيه يعني سواء شغالنا بتراية الاول نية خالص ان نحن شغالين بدون circularization بدون link مفاش انا مشكلة خالص شغالين بال Link ممكن برضو نعمل ال coordination شغالين بال circularization ممكن نعمل ال coordination ده اسمها يعني التزامن اللي هي circularization هنعمل حاجة اسمها Work Set ايه Work Set ديات؟ في بعض المفهيم لما بنفهمها بتسهل عني شغل كتير اول ايه بقى موضوع ال Work Set ديات؟ ال Work Set ديات يعني هنعمل ازاي حسابات في البنك احط فيها شغل بتاعي يعني انا هعمل حساب مثلا اسمه Lighting واحط اللايتنج بتاعتي فقلب الحساب دوت محدش يقدر يعدل فيها غير لما يستأزم منه محدش يقدر يعدل فيها غير لما يستأزم منه تمام؟ ده اللي هنعمل له دلوقتي ازاي؟ واحدة واحدة مع بعض هدخل في حاجة اسمها Colbert هدخل في Colbert تمام؟ اللي احنا عملنا فيها ايه؟ عملنا منها Interface Check اللي يراني Interface Check عشان نشوف ايه اللي خبط في ايه؟ تمام؟ وعملنا منها Cooper Minitor عشان نلقط او ناخد او نتابع الجريد اللي محدود في الملف اللينك ريفت اللي احنا ساحمينه فقول له WorkSets اول ما دست WorkSets قال لي اهلا انت كده هتعمل حاجة اسمه WorkSharing ايه WorkSharing؟ يعني هتشتغل في فريق عمل في Teamwork تمام؟ طب و ايه المشكلة؟ بيقول لي اي حاجة هتعملها بعد كده لازم تحطها في WorkSets فبقول له مفيش مشكلة دي بسيطة طيب اللي اتعمل قبل كده يعني انا عندي هنا فيه شغل اكتر معمول هيحصل في ايه؟ ال Level والGrid ال Level اللي هي الدوار والGrid اللي هي الاكسسات هتحط في WorkSets اسمه Shared Level & Grids ايه ما عندش مشكلة وبقيت شغله كله بواب و احطانه داقتات وكيولتري ووابا الواجع ده كله WorkSets 1 تمام؟ طب انا اقدر بعد كده احولها من WorkSets ل WorkSets تانية فيش مشكلة خلاص اقول له اوكي تمام؟ يبقى احنا كده اقولنا ايه؟ ان WorkSets ديت حساب في البنك شغلك هتحطه فيه ما حدش يقدر يسحب منك شغلك غير لما يبعتلك request يبعتلك يستأذب منك عندنا في الشركة قعدنا نقول request الناس شكت ان في حاجة الناس اللي شغله في الريفت كلها ما تقول ايه؟ عندك request عندك request فما حدش يعني ايه اخوان ايه مضار request دوت؟ عشان ما احدش اخد باله بانا اقول ايه؟ عندك إرش كابتشينو اقول له إرش كابتشينو فايفا من نبعت له request بقول له انا اريد حاجة من WorkSets تحته تمام؟ طيب الworkset ديت هابدا احط شغلة بتاعي ايه؟ انا احط تكيف 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 الدور الاولاني TurkSets و whack ihr تكيف الدور الاني ممكن احط الدكتاتён الكفرقة الأولانية فوركوس 6 الوحيطية ده مشروع كبير الد幹تي بتاع الدور الأولانية فوركوس 6 اسمه مثلا الـ performance 1 and heг مش اعرف شكل الريفت هاني هدله دقيقة كده لو ما فتحش افل وفتحوتين احنا هنا بنشرح حاجة اسمها بي اي اي ام وريفت امي بي بي اي ام اللي هي بيلدنج انفرميشا مودلينج ازاي بنعمل موديل للمبنى تمام ريفت ده بنعمل مشهول قوي بيستدوم معماري وقهرو ميكانيكل وانشاء تمام طيب الريفت شكله كده هنجل اقفلو تمام وقتها هتاني انا وقف الشيرينجا عميب برنامج يفتح او بياخد وقت عليما يفتح موضوع الSyncralization ده احسن حاجة ما اقضتشغل بقى ريفت ما اشوفت الشركة بتشغل ريفت من غير موضوع Syncalization يكون مثلا فاهم شوية اوامر قطف كورس ومش عارف مدرسون كورالزيشن فما دارش يشتغل ليه؟ لان هو الريفت كله امكانياته في ان احنا كل اللي شغالين وشايفين بعض ان احنا شغالين كل اللي شايفين بعض ان لم ينفعش واحد شغال واحده وفي الاخر نجمع شغالها مع بعض تمام؟ فانا دوقتي هعمل ايه؟ هعمل حاجة اسمها وركست ايه وركست ديات؟ وركست ديات ببساطة زي حساب لك في البنك بتبدأ تحط شغالك فيه تمام؟ اه باسم مثلا وركست وركست امر وركست اشباك وركست وان اي وركست الاسم اللي بتسمى ملاشقها مشكلة خلص تمام؟ وبيقى في ملف موجود او في المشروع اه اه ار في تي مشروع ريفت موجود ما احطت على السيرفر تمام؟ اشغالين في شركة ففيه سيرفر فانا احط المشروع بتاع السيرفر ايه اللي بيحصل؟ لما انا بدخل عشان افتح المشروع دوت او احنا انا موقف في الصورة انا موقف في الصورة عشان نريفت مهنج وبيفتحه تاني فبنتكلم عادي يعني ان شاء الله لا اشير الرسي مشتغلش ريفت لسا بيفتح انا بس بحاول اشرح الفكرة النظري على لما ريفت يفتح تمام؟ طيب دلوقتي انا هعمل ايه؟ ايه فكرة الـ Worksharing دي زي تتعمل? وصلترالزيشن زي تتعمل؟ في ملف central موجود على شبكة او موجود على سيرفر تمام؟ ده ملف central ده كل الناس هتشغل عليه؟ أول ما اجبه افتحه لأ لسه في محاضرتين لنا بشوانتس محمد تمام اول ما اجي افتح الملف دوت اول ما اجي افتح الملف دوت بيعمل ايه بياخد كوبي منه ويحطوه عمده على الجهاز بتاعي يبقى انا كده بشي تقل الشبكة تمام يعني برنامج تيكلة بتقل الشبكة ليه لانه هو كل شغلك على ملف السنتر اللي موجود لأ ده هنا هيحصل حاجة كواسة قوي من غير ما انت تاخد كوبي وبست والحاجات دي لا هي تلقائي اول ما بتقول له open بتلاقي زورك اسمه local هنشوفه هيخد لك نسخة من ملف central عندك على الهارد بتاعك ملف local هيبقى ملف ايه اسمه ايه ملف local تمام الملف local دوت الملف local دوت هبدأ الشغل عليه اول ما خلص الشغل زي ما كنتم بدوس على زورك اسمه save هدوس على زور اسمه circularization تمام تمام انا هفتق ابتح الملف هوت هرب اسمه هنكش بقى تاني داريفت داريل 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 تمام 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 الملف local دوت هبدأ الشغل عليه لما بشغل عليه لما بشغل عليه بقول له ايه بقول له اعمل لي حاجه اسمه من circularization بياخد الشغل بتاعي وينقله لملف central يعني انا رسمت كزا داكت مثلا بياخد الداكتات دية تكوبي وحطها في ملف central تمام دي اول خطوة تاني خطوة يشوف كل الناس اللي عمل circularization عملت ايه وياخدها ويجيبها عند انا على الملف local البتاعي انا تمام ثانت حاجه هيسايف في ملف local يبقى انا اول ما بقول له circularization عن ثانت حاجات هياخد شغلي تمام هقول له collaborate زي ما اتفقنا collaborate work set اه ال level و grade هتحط على حاجه اسمه shared level and grade وشغل على work set 1 هقول له اوكي وان شاء الله بش هيهنج البراطي تمام طيب اول ما بقول له circularization هاياخد الشغل بتاعي يحط في ملف central وياخد شغل اللي موجود في central يزيره عندي ويسايف ملف local واحد تاني جنبية هيعمل circularization هيبعت شغله وياخد شغلي كوبي عنده ويسايف في local يبقى احنا كده كل ما احنا بنعمل circularization شايفين شغل بعض تمام وعند الخاصية اللي هي VV فابدأ ابص كده يعني انا هبدأ ارسم تاكيب في في الكوردور هادوس VV الاقي مثلا الكهارابا واخدنا ناحية اليمين اروح انا واخد منشي ناحية الشمال تمام فاحنا شايفين شغله بعض هنعمل circularization ثانية بثانية مش مستنيين اخر المشروع ونبدأ نعمل circularization هل يمكن تجميع ملف save الخاصة ها حاول شوفها يعني مدايقتنيش فما دورت لاشا حالة بس هاشوفها لك زي كنا ممكن نجمعها في فولتر ولا هو مفروض ان هو بيحط الملفات save في نفس المكان تمام؟ يا رب بس افتح المرض ان شاء الله موضوع الworkset ده بياخد بس شوية وده بيش في كل مرة ده اوه بس انا ان انا حاول ملف من المشروع عادي الملف central ده بس ايه بعملها مرة واحدة في المشروع بس ها بياخد وقت زي ما انتو شايفين لغاين ان نجمع المرض ان شاء الله افتح بها ملف كنا انا كنت عامله قبل كده ونبدأ نعمله برد واحدة واحدة ان شاء الله ان فيش خطوة تنقط نقطة من عليها سمام؟ هو انا بدوس workset بيفتح لي قايمة يقول لي دي اسامي الworkset اللي موجودة ممكن ابدأ انا اعمل الworkset جديدة ممكن اقول له مثلا ايه ممكن تكون انت مشروع صغير فاقول له مثلا تكييف كله Forkset ممكن المشروع كبير فاقول له مثلا تكييف الدور الاولاني فوركسك الوحديها عشان واحد اسم عمر يشغل فيها تكييف الدور الثاني فوركسك الوحديها عشان مثلا عبدالازي يشغل فيها وworkset الدور الثالث نخلي سعيد يشغل فيها فنبدأ نقسم الشغل بتاعنا تمام؟ لو المشروع الكبير بزيزة عن نزيل مبدال الخصوصة يعني واحد بيرسم ديقطات واحد بيرسم pipe في التكييف يبقى نخلي بقى ووركسيت ما داقت الدور الاولاني بايب الدور الاولاني داقت الدور التاني بايب الدور التاني تمام طيب على ما يفتح انا احاول ان افتح المشروع كده كده احنا عملنا في موضوع السيكوليزيشن دوت تمام طيب ميزا نفتح طيب انا هافتح دلوقتي نفتح مشروع معمول الوركسل ان شاء الله ما فيش خطوة تبقى نقص بالندا هو فاضل ان شاء الله بذن الله محاضرتين ان شاء الله حاول أثناء المحاضرة الجاية كنا أنا سجلت المشروع كامل هو بتعمل خطوة بخطوة بإذن الله بس لما ألاقي خطوات متكررة كتير أحاول أجريها عساسة وقتكم أنا المرة فاتتصرحت بس حاولت أن أنا في الثلاث ساعات أشرح لكل السيستم أغيرت كل الحاجة بتعمل إزاي حاجة صغيرة بس إن شاء الله المرة جاتي بقى في توسع بإذن الله بحيث إيه عشان بس الوقت أنا خايف مثلا إيه نعود نعمل مشروع كله مع بعض الوقت إيه خلص مننا فإن شاء الله ما تخافش من الحاجة بإذن الله إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله ما فيش حاجة فقط مننا يعني مجرد بس إن أنا هدوس على الزرار هتطلع عليها القايمة على طول يعني مقايمة مقايمة بقتر الوركسيتس تمام أو ممكن من تحت بلاقي شكل الوركسيتس أهوت الزرار تحت ده خالص هذه شكلها خلاص مش هتبتع معنا حين طيب إن شاء الله نشوف ديت تمام مقايمة كل بريت مقايمة كل بريت تمام أختار ووركسيت الزرار مستعين ترجمة نانسي قنقر مقايمة ترجمة نانسي قنقر اختار ووركسيتس اختار ووركسيتس Oracle على فكرة ديلة نحن كنا نشغلين في الأول يعني الحمد لله ما فيش حاجة فلت منه خلصة دي الشاشة اللي بتزهرلك بيزهرلك إيه؟ أول حاجة بيقولك عليها Active Workset يعنينا دلوقتي لو جيتنا اسمت داقت هيزهر فين؟ هيزهر على Workset 1 هيتحط الحسابي في البنك اللي هو Work 1 تمام؟ طيب دلوقتي لو أنا قلت له مثلا أعمل لي Workset جديد هقول له New وهقول له مثلا Antifact وهقول له New وهقول له مثلا نسميها إيه؟ Electrical ELEC ELEC أوكي وعمل واحد تانية ساميه بلامينج أووتر إيجي قامش كخلصة الاسم ملوش علاقة باللي تحط جواه الاسم ملوش علاقة باللي تحط جواه هقول له New واخلي دي مثلا إيه؟ اللي نقص Fire مثلا Electrical ممكن تأسم من كذا حاجة ممكن تحط مثلا من Lightning الوحدية ال Bar الوحدية اللي هو قرنت الوحدية زي ما أنت عايز تمام؟ دي مثلا Workset اللي عملت معي New هبدأ أحط جديد Delete هشيل Rename هغير الاسم وونر ده اللي هو صاحب الوركست دوت تمام؟ ال Burwer اللي هو مستلف حاجة من الوونر يعني دلوقتي عندي ايه؟ عندي الوركست دية مثلا محطوط فيها دقطات ففي واحد بعت request استلف حاجة ودي اللي هنشوفها دلوقتي يعني هتشوفها بعينيك دلوقتي فال Burwer ده اللي هو مستلف حاجة يعني دلوقتي لو أنا عمر استلفت حاجة من الوركست دية هيحصل ايه؟ هيبقى أنا Burwer ليها تمام؟ Open يعني انت الوركست ده عايزها Open ولا عايزها مقفولة؟ عايز تقفلها ولا تفتحها؟ فيزا بوله اللي هو ممكن تكون الوركست دي انت بس عايز شوفها عايز تبقى موجودة بس مش عايز تشوفها تمام؟ زي مثلا الموقع العام بيش فارغ معك او في شغل كهروميكانيكل فقوله لأ الوركست بتاعتي الموقع العام انا بس عايز تشوفها دلوقتي تمام؟ فقوله اوكي تمام؟ كده ايه اللي حصل الملف دوت؟ الملف ده تعمل فيه ووركست طيب تعالنا نعمل سيليكت مسلا على الجريد دوت الجريد ديت نشوفها محطوطة على الاني ووركست نبص في الخصائص بيلاقي حاجة اسمها ووركست شيرد ليفل طيب تعالنا نعمل سيليكت على اي حيطة هلاقي ان الحيط دي على الاني ووركست على ووركست 1 على ووركست 1 طيب لو جيت هرسم حيطة جديدة هتبع على الاني ووركست هنرسم حيطة ده خالص هلاقيه على ووركست اللي انا همختارة من هنا اللي تحت ده اسمه اكتف اكتف ووركست ده اول ما تفتح المشروع وانت تشغل موضوع سنترل لازم تتأكد ان تشغل على الاني ووركست يعني انت تشغل مثلا على الاتفاك وتبدأ بقت الشغل لو انت حطيت حاجة على ووركست مش بتحتك لازم تبعط له ويوافع عليها وموفقش تمام قدلنا يا رسمت او اي حاجة تمام طيب انا دلوقتي عايز اشوف دي على الاني ووركست هقف على البول ديت واللي قللي دي على الاني ووركست هليه على ووركست اسمه ايه اتشي فيك انا دلوقتي الملف ده عايز يسايفه على الشبكة على السنترل على السيرفر هاجي من الارفوق وهوله سيف اس هوله سيف اس بروجيكت وبده اسميه باي اسم وصيفه اي مكان يعني اسميه على ديسكتوبة مثلا او خلينا اسميه على ايه او خلينا اسميه على ايه على وش ال ايه واسميه مثلا دورين.RVT على ايه يعني حد يفكرني بقى لو انسيه تمام بس اما حاجة عشان يبقى ادخل في ال option اتأكد ان هنا متعلم صح make this a central model after save يعني اول ما يسايف ده يبقى central model يبقى ده الملف الاساسي ملف central الناس كلها تدخل عليه و ال maximum backup انت محتاج يبقى ليك كام backup كل ما يزود ال backup كل ما يبقى كويس تمام بس المشكلة يعني ممكن تخليه واحد بس المشكلة لو 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 حصل مشكلة باش تدار تلاقي backup ترجع له ال backup لو زودت ما فيش مشكلة غير في المساحة هتلاقي مثلا المساحة اتخذت عندك هتلاقي عندك مثلا backup عندك كتير 20 backup ادرب مثلا في اول 50 ميجا هتلاقي برده مش حاجة كل واحد مثلا 500 جيجا فمش فارق معاك ان انت تعمل backup كبير فخلي 20 backup بحاجة كويسة بشوحش تمام؟ هيفتح على الني work set open work set default العادي بتاعه هيفتح على الني work set تمام؟ open work set default بتاعه ايه؟ اخر حاجة تمام؟ هقول له اوكي ما عليكم الصراحة لبركاتب شوان صح من علي تمام؟ طيب هقول له يبقى عشان نتأكد الملف ده central لازم افتح هنا ويبقى فيه علامة صح على make this a central model after 7 هقول له اوكي وروح مسايف كده انا حاولت الملف ده من ملف عادي حاجة افتحه يقول لي ده نريد قول لي فيه واحد انا يفتحه لملف central اللي يقدر كل انا نشغل عليه تمام؟ طيب كده بقى ملف central ده الملف الثاني احنا خاص بش عايزينه انا عفلت هل نرجع الملف اللي هنفتحينه طلقتي هو كده انا بحوله للملف central عملت safe as وعلمت على make this file central file after safe اعملوا لي ملف central بعد ما تصدف على طول تمام؟ فيه ملاحوظة احنا لنا في الاول اللي هي موضوع اللي ان انت لو فتحت حاجة على 2018 ستفتح على 2012 الملاحوظة الثانية اللي احنا نقولها دلوقتي ما تفتحش الملف يعني دوقتي عندي ملف central تمام؟ ما جيش افتحه على طول كده او افتحه اجي على ال i وراح داس عليه مرتين وراح فتحه كده انت تفتحه كملف عادي تمام؟ انا عايز افتحه كملف local يعني هاخد منه local هقوله open اختار ملف بتاعي اختار ملف بتاعي اختار ملف اختار ملف اختار ملف واخدهم عن البيت او هحتفظ بيك انه خسى احتياطي لو حصل اي حاجة او هبعته للزبون او العميل بتاعي ده detached ده detached det detached يبقى انا هفصله عملف central اي شي او او اعمله عليه مش اقدار اعمله بش اقدر اعمله ده منفاصل عملف central التاني اختيار create new local يعني اعمللي ملف local يعني اخذ الملف الدارين ده copy تمام؟ وسيفولي .. عندي على الجهاز بتاعي بيسيافوا فين؟ هنشوف دلوقات المسار اللي هو بيسيافيه تمام؟ هنسيافلي لسخة عندي على الجهاز بتاعي اول ما اعمل .. اول ما قوله Open هيفتح الملف جديد في المسار اللي انا اقولله عليه طيب تفهمت؟ انا لو شلت كده وفتحته central كده هرخم على بيات الناس ستشتغل هدي يحصل مشكلة ان انا افتحه central فلازم افتحه Favorite New Local عشان ما اصارش على شغل زمايلي الاختار الثالث ايوديت ايوديت ده بيعمل ايه؟ بيننظف الملف فممكن تكون انت رسمت حاجات ومساحتها فمبقاتش مجادة في المشروع بس هو اخده من رامات البرنامج فهو دي ايوديت بفتاحه مرة مثلا كل شهر اروح معلم عليها تمام؟ بس هو اصلا بيتقل الفتح شوية هو اصلا كده كده ريف التقييل فانا دي بعملها مرة كل شهر ان الحاجة تبدأ تنظف لو في حاجة فها مشكلة بينظفها اقول له الدارين وقول له كورية New Local ايبقى احنا نبهنا على الموضوع ان انت متفتحش اصدار وانت محتاجه على اصدار اقل منه يعني انت ممكن انت تشغل على حاجة في الشغل على 2012 مجيش تفتحها في البيت على 2012 وتجي تفتحها في الشغل تحسن معك مشكلة دي اول نقطة ثاني نقطة مفتحش ملف بغير معلم علي كورية New Local تمام؟ دي ايه تنقطة ثالت نقطة البرج بتاع الريفت اللي هو موجود في قامة منش محدش يستخدمه اثناء المشروع يستخدمه لما يخلص المشروع خالص ويتفنشه عشان تبعثه للعمير تمام؟ وبعمله في الملف اللي خرج مني مش الملف اللي انا اشغل عليه الملف اللي انا اعملت له وخلاص يبعثه حطيته على FTP ويبعثه ممكن اعمله برش دلوقتي انا اقول له ايه كريد New Local ايه اللي هيحصل؟ هيعمل لي ملف في الـ 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 اعمل لي ملف الدارين شرطة اسم اليوزر بتاعي. تمام؟ يعني هو بيدخل على C User. بيدخل على C User. أمر. دوكمنتس. تمام؟ أمر ده اسم اليوزر بتاعك اللي انت بتتبع عليه الويندوز. هتقول له C User. تشوف اسم اليوزر اللي انت شغال عليه. دوكمنتس. هتلاقي فتح لك الملف اللي انت شغال عليه. بيدخل على C User. امر. اسم اليوزر بتاعك. دوت RFT. تمام؟ اه. تمام؟ طيب. انا دلوقتي هبدأ الشغل على شغل بتاعي. بس انا كده شغال ايه؟ شغال. اه. Local. Local. انا مش عارف بس الناس مستوعب الموضوع لا. انا بعد اسنوك. اللي مستوعب الموضوع يدوس واحد. اللي مش مستوعب الموضوع عايزنا نقرره تاني. دوس سفر. هو الموضوع بس جديد شوية بس ما فوش اي حاجة. اه. ما عادت نقلل فهم بس الموضوع بتاعي. ما فوش مشاكل نكمل فيه. يدوس واحد. اللي حاس ان احنا محتاجين نرجع له تاني. دوس سفر. تمام. خلاص. تمام. هو موضوع بس جدا. بس مشكلته اه. ما شغلناش فيه باي برنامج تاني. يعني الوتكارت ما بيعملش كده. البرامج التانية ما فهاش يعني الانفنتر ما بعملش كده. سولو دوركت ما بعملش كده. تمام. بس ماشا باش منتس. هنحاول برضو ايه. نرجع عليها تاني. فيش انا مشكلة خلص. تمام. طيب. اه. دلوقتي انا نقلل فاتحه. كملف لوكال. تمام. عشان اقرب لك الصورة. هفتحه تاني. بس بيوزر تاني. ازاي غير يوزر هاجي هنا. هقوله option. بلاقي اسم اليوزر بتاعي. هبدأ غيره. هستميه مسلا هنا ايه. امر. امر سليم. تمام. اوكي. لو فائل لوكيشن هنا. دخلت ممكن اغير المسار اللي بتحط فيه الملف اللوكال. ممكن اخليه اعديه. احتياطي اخليه عديه. بحيث ان هو لما يتعامل ملف اللوكال. يتعامل عديه. دلوقتي الموضوع البساطة. ان انا عند ملف على الاي. ده محطوط في ايه. محطوط في الملف السنترال. او الدرين. ده محطوط. كل ما اجيه هفتحه واقوله كريتني لوكال. هيعمل ايه. هيفتح ملف الدرين. ويعمل اندرسكور. اسم اليوزر بداعي. اللي انا كتبه في الريفت. ويرموه لي هنا. يرموه لي في الموضوع بكومنتز بتاعتي. تمام? يعني لما اجي هنا دلوقتي. تمام? وهلو ايه اومي. هيعمل ايه? هيفتح لي كده يوزر تاني كي ان انا شغال على الجهازين. كي ان انا شغال على الجهازين. بحيث ان انا هبدأ ابعت ريكوست من اليوزر ده لليوزر ده. ابعت ريكوست من اليوزر ده هبدأ اعمل ورقوست لعمر ورقوست لليوزر التاني. تمام? فهاجي هنا. ده الورقوست بتاعت عمر. اللي نحت اليمين. وده الورقوست ده تاني نحت الشميل. تمام? طيب. تعال اعمر عايز اغير اي حاجة. انا هاجي هنا. وعايز اغير ديت. عايز اغير الجريد الزوت. اول ما اجي اغير ايه اللي هيحصل? جاب لي رسالة. بقول لي كانت edit this element. ما تدارش تعدل في العنصر ده. غير لما تستأذيب من اليوزر الاولاني اللي هو هنا. لازم تبعت request. هقول له بليس request. انا ده دلوقتي بعاوز اعدل على حاجة مش موجودة على work 6 التحتي. تمام? هنا يظهر لي رسالة. بيقول لي ده فيه واحد اسم عمر سليم بعت لك request. توافق ولا متوفقش? grant يعني موافق. deny بقى مش موافق. هقول له ورها لي. انا مش عارف هي فين دي اصلا. هقول له show. هيعمل لي ايه? هيجيب هالي واعمل لي عليها زوم شوي. هقول له show تاني. تمام? هو بيبدأ بيجيب هالي من كذا مكان. ويديني عليها highlight. لو انا موافق هقول له grant. يبقى العنصر ده. بقى مع مين? بقى معي انا. بقى معي كعمر. ابدأ اعدل فيزا ما انا عايز. طب ازاي اتحكم فيه? اهو. كده بقى معي. الحرك اللي انا حركتها دي. خلاص بقى تشغله معي. وممكن احرك حرك كمان وثلاثة واربعة. العنصر ده بقى معي انا. تمام? طيب. لو انا جيت هنا ودخلت في وركسيت ديت. هلاقي كل حاجة مع اليوزر الاولاني. بس هلا يظهرلي في الورور. عمر سليم. عمر سليم استلف حاجة. موجودة على وركسيت اسمها موجودة على وركسيت اسمها. تمام؟ طيب. هاجي هنا. انا دلوقتي انا اليوزر الاولاني. اليوزر الاولاني معي كل حاجة. هقول له طب انا عايز الفاير والالكتريكال. اسيبهم. ايه ده تقول. يبقى انا كده ما بقيتش قادر عدل في دول. لا قادر عدل في الالكتريكال ولا قادر عدل في الفاير. هدوس اوكي. دول خلاص ما بقوش معي. هدوس هنا سيكولازيشن. سيكولازيشن. انا هياخد الحاجة من الملف اللوكل. يحطها في ملف السنترل. ده ملف السنترل. اللي هو إيه. الدارين.رفتين. اوكي. خلاص. كده انا عملت سيكولازيشن. وتنازلت. نازلت عن ايه. ايه. اتنين وركسيتا انا كنت شغال عليهم. الفاير والالكتريكال. تمام؟ طيب. انا ده وقت اعمل ايه? خلاص. هاجي باعلى الجهاز بتاعنا. وهقول له اعمل لي. تمام? اجي هنا. اقول له اعمل. لما بعمل. هاخد الحاجات اللي هناك. تمام? خلي بالك وانا بعمل. بيديني شوية اختيارات هنا. ده بيقول لي لو انت مستلف حاجة عايز تسيبها ولا لا. لو متعلم صح هسيبها. لو شرطت العلم صح يبقى انا كده مش تسيبها. يعني ده وقت معلم صح. يبقى انا الحاجة اللي مستلفها هسيبها. الجريد اللي انا مستلفه هسيبه. تمام? انا انا معلم سوكولزيشن. وادخل في الورك ست دلوقتي. هلاقي في اتنين نورك ست فاضيين. اقدر اخدهم لي. تمام? هادخل هنا. هلاقي عندي الالكتريكال والفاير دول فاضيين. محدش مع حد. هقول له ادتابل بقي تانا اللي مالك ليهم. بقي تانا اللي مالك ليهم. انا بس اللي قدر عدل فيهم. اوكي. يعني هنا ده لو جي يعدل في الورك ست على حاجة معمولة على الالكتريكال اوالفاير. ما يقدرش يعدل. ده يقدر يعدل في حاجات بتاعته بس. انا لو جيت عدل في حاجة من بتاعة الوزر الاولاني ما يقدرش. هيبعت لي رسالة يقول لي ايه? لازم تسازم الوزر الاولاني. هنا تلع له رسالة. هيقول لي شو ورهالي. هشوفها لو انا مش موافع ليه هقول له ايه? دي نوي. يبقى انا كده التعديل ده مش هيبقى ماشي. ثاني كده ملخص صريع للموضوع. ثاني كده ملخص صريع للموضوع. تمام? موضوع السنكوليزيشن ببساطة. ان شاء الله يعني هحط لكم برضو فيديو تاني يشرح الموضوع برضو بطريقة تانية. موضوع السنكوليزيشن. ان انا هيبقى عندي ملف سنترال محطوط ملف سنترال محطوط على السيرفر. ملف سنترال محطوط على السيرفر. انا اول ما اجفتحه هقول له create new local. create new local هياخد كوب منه. هياخد كوب منه. وراح هطوه فين عندي عن ال local بتاعي. وابدا الشرع على ما في ال local. اول ما اقول له سنكوليزيشن. اول ما اقول له سنكوليزيشن. هياخد شغلي بتاعي. ويحطه في ملف ايه? السنترال. وهياخد شغلي اللي في ملف السنكوليزيشن يجيبه عندي. ويسايف على ما في ال local. تمام? وبقى الحقه اسمه Org6. طب ايه المشكلة اللي حصلت? هو كلهم بيقدي نفس الغرض. هو كله بيقدي نفس الغرض. بس هو حصل للمشروع بتاعك. تمام? اه يعني لو المشروع كبير هتطر تعمل موضوع اللينك. لو الموضوع كبير للمشروع كبير هتطر تعمل موضوع اللينك. وتقسم للمشروع بتاعك لكزه لكزه الطريقة. تمام? اه انا فاكرين حد بدأت مشكلة عن نصاب ديسبلين. وتشرحت فيديو فيديو. ازاي تعمل صبت ديس بلين بالتفصيل حتى لو مش موجود معاك في البيو ورفعته على المهوس البيم ورفعته على ملتقى الضارين مفيش اي system family الميكانيكال اتحملت معايا system family لا هي system family موجودة على طول automatic يعني طب بعتلي الملف في type نفسه واشوف ايه المشكلة system family موجودة على طول الا لو كان الملف اصلا معمول المعماري يعني ممكن نكون معمول المعماري فعشان كده system family مش متحملة يعني كان 2012 كان فيه ريفية معماري مستقل فممكن ما تلاقيش system family كان موجود فيه تمام ودي ممكن ندورها على حل يعني حللنا موضوع subdiscipline subdiscipline مكنش موجود في view وعدنا الحل فيه طيب انت ممكن تعمل تمبلت كهروميكانيكال وتربطه بملف المعماري بتعمل بتعمل ملف او ممكن تعمل حاجة معينة يعني دي طريقة ان انا هعمل ملف تاني واربطه بيه حاجة تانية ممكن تاخد المشروع كوبي بتعمل select call على كل حاجة وكوبي وتروح ناحت تانية تقوله best تمام؟ تمام؟ كده عندك طريقتين يا كل مشكلة لها عشين حل مش مش حل واحد تمام؟ بلونا نجرب لحد ما بعد فترة بتوصل ان احسن طريقة تعمل بالطريقة الفرنانية تمام؟ فكل مشكلة لها كذا حل تمام؟ وجرب وبعتالي انت حضرك معانا فيسبوك فبعتالي ونبدأ ان نشوف ايه حل الليها وزي المرفض ما عملنا شاب ديسبلين فيديو وبعتناها برضو نفس الطريقة تمام؟ طيب نكمل ان شاء الله موضوع ايه؟ اسمMO سنكونولزيشن ببساطة انا دوقتي كده فتح ايه؟ كاننا فتح جاهزين فتح جاهز مواندس هند وفتح جهاز عمر سري تمام؟ طيب؟ عمر دوقتي كان عنده ايه؟ عنده معااااااااااااااااااااااااااااااا ايه؟ تمام أنا في وأبدأ أشغل إلكتري أقول له سيستيم كيبول تري وأبدأ أرسل كيبول تري تمام لو ما شغلاش معي غالباً ده يبقى VV غالباً VV كيبول تري بش ينفع كيبول تري يظهر معي طيب يبقى ممكن يكون VV ده نموذج المشاكل التي تحصل VV هنا متضبط على 2300 بينما كنت برسم أعلى من 2300 لاحسن أقول له لحد دور تاني أي أن كان بقى دور تاني دور تاني 3 متر 4 متر 5 متر أنت أكمل لحد دور تاني معي وأقول له أنا عايز أرسل كيبول تري تاني هتلاقي ترسم معي تمام أدو كيبول تري طيب إمتى بقى يظهر هنا إمتى يظهر هنا لو أنا أعمل تاني سيكوليزيشن لو أنا أعمل تاني سيكوليزيشن وهنا يجي يعمل سيكوليزيشن تاني على نفس الفيو أول ما سيكوليزيشن ده يخلص هنا مش هتقل شبكة قوي ليه لأنه بيعمل سيكوليزيشن بملف اللوكال اللي عنده على الجهاز والملف في السيرفر ما مش غيرش على ملف السيرفر على طول هنا هجي أعمل سيكوليزيشن أقول له أوكي تمام ألاقي يقول تريزهر معي على طول يعني أنا بدلوقت مجرد أن أعمل سيكوليزيشن شغل اللي بقيت الناس هتيزهر معي على طول أي شغل الناس عملته هيزهر معي أوتوماتيك تمام طيب لو جيت عدل في الشغل دوت ماليش أن أنا عدل هيقول لي لازم تبعط ريكويست الواحس مع عمر سليم عمر سليم جاء لي ريكويست أنا أشغل كهربا وكيبول تريده كهربا ليه حد يبعط لريكويست في الشغل بتاعي فالعادي أن أنا أقول له إيه أهمله أستنى لما هو تصير باب التليفون ويقول لي والله أنا عايز أعدي الحاجة دي حشان كذا 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 إنما ما وفقش على أي حاجة يعني دلوقت أنا شغل التكيف لو واحد صاحب تكيف بقيت الريكويست هوافق عليه ليه؟ لأننا نحن نتين تكيف وهو ممكن نعدي الحاجات بتاعتي إنما واحد كهربا عميل من كهربا يعني واحد من قسم تاني تمام ممكن يكون هي لا إن شاء الله تحمل بسرعة بإذن الله بسرعة بإذن الله ممكن يكون هو مثلا إيه حصلت عرض في الشغل تاع السيلينج فهو عايز يحرك الحاجات بتاعتي ومش عايز يحرك الشغل بتاعه تمام إذا يجمع المعماري مع الانشاية مع الكهر ومكانيكل فيش أي مشكلة خالص ابدأ بتنبلاتي ويكون فيه التلاتة وبعد كده لو اشتغلت موضوع سينكولوزيشن هتزبط وركسيت المعماري وركسيت الريكتريكل وركسيت التكيف وركسيت الانشاقي ويتشغل لكم مع بعض فش أية مشكلة خالص أو المعماري هيعمل الريمف يتخاص به والرريمف يتخاص به وكاميرا مكاريك الريمف يتخاص به وتتعمل للك مع بعض وموضوع كوردنيشن ميشتغل حتى في موضوع اللينك يعني لو في لينك مفيش أية مشكلة خالص برضو هيتعمل موضوع كوردنيشن هيتشغل بدون أية مشكلة ما فهش ان شاء الله مشكلة اخرى تمام؟ ضل مستعد طيب احنا كده فهمنا الفكرة مبساطة ان انا موضوع ان انا هرسم حاجة وعمل سيكوليزيشن هياخد شغل من ملف اللوكل هحطه في ملف السنترون اي حد عمل سيكوليزيشن شغل ده هيزر عنده تمام؟ طيب لو انا جيت دلوقتي وشوفنا مثال عملي بالجهازين دلوقتي تمام؟ لو انا جيت هنا اولت في كربيت وبدأ التبسط على الاختراف اول حاجة دي حاجة مهم قوي انت هتشتغل على الاني ووركسيت اي حاجة هترسمك دي انت هترسم على الاني ووركسيت دول يعني خلينا نختار الكيبولتري لما رسمناه كنت انا نختار ان انا نشغل على ووركسيت الالكتريكال فلو بسيط في القصائص هتلاقي ووركسيت الالكتريكال وتلاقي المالك بتاعها عمر سليل تمام؟ فدي بتاحتنا ماشي؟ طيب نرجع تاني لكوربريت ووركسيت بلاقي هنا عندي شوية اختيارات لو انا في ووركسيت عايز تبها بقوله لان انا اتتول يعني انا مش شابه لانا امسكها اي حد هيجي بعدي يقدر يمسكها تمام؟ دي مشكلة ان اي حد دلوقتي ودي غلطت انا انا دلوقتي اتشغلتها كيف يبقى لازم ابقى مسك كل ووركسيت بتاعتي الاكتريكال يبقى مسك اي ووركسيت بتاعتي مرضى بقى امسكها اي حاجة تابعي لازم امسكها اعلم اي حاجة تابعي لو احد استلاف مني هتظهر معاين هو بورور ليه تمام؟ اه عذرا باجي هنا بلاقي عندي حاجة اسمها family ايه الفاميلي؟ ديو كل الفاميلي انا بشوف ايه الحاجة اللي تابعي وامسكها اروح معلم عليهم تمام؟ كل الكيبولت راي وقوله ايه ايه تابعي يبقى دي ما حد يدري احمل فاميلي جديده او 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 عدل في الفاميلي غير لما يستازم مني ممكن نكون مثلا احنا محملين او لكم مثلا ماكنة مثلا انها انديجيونيت نتاكييف فمونتصتع الكهربعي ايضي قدر فيها حاجة لازم يبقى مالي الريكوست غير لما يستازم مني تمام؟ او يبقى مالي الريكوست ويستازم مني فده حاجة تحكم الشغل بتاعي يعني ما يبقاش فيه اي مشاكل خلص. ده موضوع الفاميلي. يبقى انا اول ما هدخل. هتأكد ان الورك سيت بتاعتي معي. هتأكد ان الفاميلي معي. ده انا حاجة لفيوهات. احنا اتفقنا عندي فيوهات 3D. وعندي فيه حاجة اسمها فلور. دور عادي. وعندي حاجة اسمها ساكاشن. وعندي حاجات اسمها سيلينج. تمام? هتأكد انها معي. يعني بقشوف اي الحاجة اللي معي. يعني ارى electrical. اعلم عن ايه كل الالكتريكال الموجود. واخلي معي انا. هبص على electrical. تمام? اشوف ان الالكتريكال ايه. اعلم عليهم وقولوا ايه ايه تتقول. كده خلاص. الالكتريكال دي. الملك بتاعها هو عمر سليم. تمام? دي اول حاجة. اخر حاجة بنسباني. انا وكده قلنا laser create اللي هي الورك سيت. الفاميلي اللي هنشغلين عليها. الview hat. اللي هي الجنب ديت. اللي هي floor او ceiling او 3d او secation. الproject standard دي حاجة مهمة قوي. اللي هي ايه ارتفاعات الكتابات. ارتفاعات الاسهم. اشكال الاسهم. في عندي حاجة مهمة قوي اسمها اسمها ايه. مصنع مهمة. انا بذكر الماسم. اه شير دي برامطر. شير دي برامطر. في عندي يعني حاجة كتير قوي ممكن ايه حاجة يخش عدل فيها. unit. فمفروض بقى حاجة اسمها واحد في شير كله اسمه بيه ايه من منجر. المسؤول عن الحاجات دي كلها. كل دي بياخدها ليه. بحيس ما حدش يقدر يعدل غير هو. لانا لو عادرت تسفع الكتاب هتعدل عند كل الناس. اه هجاء بس اسئله وارجع تاني. لما شغل على template default تجميع تشغل معي. مفي شئ مشكلة خالص. بس هتشغل على template. template بيبقى RTE. خليه افتحه خليه مشروع خليه RVT. التمبليت ده موجود ولا هتعمل. انت مفروض انت كل واحد بيعمل template خاص بيه. بتفتح مشروع النديف محترم. تكون انت عامله. وتزباطه على قد ما تقدر. من قابة manage. هنشوف مع بعض ازاي. وبقى كبه مجرد بس بتقوله save. بتلاع عندك لاما project لاما template project. بتختار template project. لا اكتر ولا اقل. يعني ان انت تعمل template باش قصة. مجرد هتختار template project. تمام طيب. انا دوقتي عند الاربع حاجات دول قلناهم. ازور create family view project standard. project standard هي الحاجات الاسية في المشروع. لو عدلت بيها هتأثر عند بيهة الناس. فلا انت مواحب بس ولا يبقى مسؤول عنها. تمام. بلها عند اختيار اسم gray inactive worksheet graphic. ده بيعمل ايه؟ ده بيخلي الحاجات اللي مش تابعي. تمام. بتبقى لونها بهت شوية. يعني بص. الحاجات اللي مش تابعي بقى لونها بهت. الحاجات اللي مش على البيول اللي انا اشغال عليه. خلينا نختار electrical. بقى شغال. يعني الحاجات اللي مش على work set اللي انا اكتف عليها. بتبقى لونها بهتا. الحاجات يعني ده وقت electrical فدي زهر الكيبل تريد زهر معي. لما اقول له fire اللون كله هيبقى بهت. تمام. فدي بتبقى حاجة كويسة بحيس ان انت تشوف ايه الحاجة اللي مش معاك و ايه الحاجة اللي معاك. تمام. ده بالنسبة للجزء دوت. طيب باجه بص هنا بلاي عن حاجات. synchronization and modify setting. و synchronization neo. synchronization and modify setting. لما بدوس عليها. بيجيب لي القائمة ديت. بقول لي في حاجات انت مستلفها. عايز تسيبها ولا لأ. باشيل العلامات دي انا مش عايز تسيب حاجة. اي حاجة نمسكتها. حد الدنيا حاجة انا ما احبش تسيبها. تلف ورد خسار فانا ما بسيبش حاجة. تمام. وده المكان اللي هعمل عليه. ده ملف central اللي هعمل عليه synchronization. وهنا save local file. يعني بعد ما تعمل synchronization. يعمل save ملف local. تمام. طيب الاختيار التاني. synchronization now. بيعمل synchronization بغير ما يسألنا عليها خالص. بالاختيارات اللي موجودة فوق. بقولوا synchronization now. ما بيسألش عليها خالص. لا بيعمل synchronization على طول. تمام. reload latest. بيعمل ايه. بيروح على ملف central. ياخد لاخر حاجات موجودة هناك. بياخد لاخر حاجات موجودة هناك. تمام. يعني synchronization كمية ملفات حاجات. فبق كده هيعمل حاجة واحدة ملفات حاجات. هياخد للحاجات اللي موجودة في ملف central. وشغل انا مش هيبعته هناك. تمام. يعني شغل انا مش هيبعته ملفة central. بس الشغل اللي بتاعي. نشغل بتاع الناس تانية هيجيبه عندي. يعني هيعمل حاجة واحدة ملفات حاجات. هياخد الحاجات اللي اللي عالمها في central. اللي يجيبها لي. لنما حاجات انا مش هيوديها. ده reload latest. relinquish all mine. يعني relinquish. يعني الحاجات اللي انا مسكها كلها سيبها. يعني انا دوقات كنت شغل في مشروع. وقولوا لا ما عليش احنا مزدنوينه وبتاعه وكده وروح مشروع تاني. فاعمل واحد تانية هيدخل بذلك. بعمل relinquish. بس بسرعة اقول لي زميلي امسك الworkset عشان ما حادش من الاعداء يمسكها. تلح انت تمسك كل الworkset بتاعتنا احنا. تمام. فهو relinquish. لو انا سبت الشركة. او انا سبت المشروع. او المدير قال لي روح مشروع تاني. تمام. طيب. دول كده احنا خلصناهم. بلاي عن حاجة شو هستوري. يعني شو هستوري. يعني شو هستوري. يعني وانا شغال حصل حاجة. وليت الملف ضرب. عايزة اعرف مين اخر واحد عمل. بقولوا شو هستوري. وراح فتح الملف. وقول له ايه. او بي. بيجيب لي قايمة باخر ناس عمل. في الملف دوت. فبلاي اه ده. في استاع كزا. واحد عمل كزا. والساعة البعادية واحد عمل كزا. جيب لي وقت كل واحد عمل ايه. فاعرف مين اخر واحد عمل المصير ديت. وممكن اعمل لك سبورت. وراح بعتها للموديل بتاع الشركة. وابع صاحبي بقى زي ما انا عايز. تمام. ده شيو هستوري. تمام. ده كده انا باضمن ان انا عارف مين اخر واحد. دخل وغوز في الشغل او عمل حاجة في الشغل بشو منطقية. رستور باقب. بيعمل لي ايه. انا دوقت وقف عادي في الملف بتاعي. تعالي ندخل بسنا عن ايه. ملف الدارين اتعمل له ملف باقب اهم. تمام. بيدخل عملف دوت بلاقي فاضي خالص. هو فيه ملفات بس بيظهر معي هنا. تمام. اه بول اوبن. يعنيها فاضية. ما انت تتخيلش ان هو هيديك ملف وانت بدوس عليه لا او انت بتلاقي فعلا فاضية. بيجيب لي دي بيقول لي ده نعم. بس لك كزا نسخة باقب. فيه نسخة اه النهاردة الساعة كزا. فيه نسخة من قبلها بعشرة دهيق. فيه نسخة قبلها بنص ساعة. تمام. بختار اخر نسخة انا عايزها. اللي انا حاسد ما فيهاش مشاكل. اعمل لك تكون مسلا مشكلة ظهرت انتها ساعات. اختار الملف الباقب اللي من اربع ساعات. وقول له صيف اس. ورح مساياه في مكان تاني باي اسم تاني. تمام. بحيث يبقى انا عندي باقب للمشروع. اقدر شغل عليه. ريستور باقب. لو انا اشغال على ملف وضرب. بقول له ريستور باقب. وارجع اخد اخر ملف ونحن يكون شغلنا عليه. ايديت ريكوست بيجيب لي لو حد بعتلي ريكوست بيقول لي دي ريكوستات اللي الناس بعتها لك. ودي ريكوستات اللي انت بعتها للناس. تمام. طيب. الله يكرامك الشغل بالطبع. اللي فيه فات كله في حد عنده اي اسئلة في مضوع استكالي او اي مضوع تاني. يعني اتقبل اسئلة قبل ما نكمل. لو حد عنده اي اسئلة او في حتة بشواضحة عايزنا نقولها تاني. يعني بعد اذنكو يكتبها. اجازانا لكم اشغال عليه. الله يكرامك بشواضحة رحمة المهدية. لو حد عنده اي اي سؤال او في حتة مشواضح عايزنا نكررها قبل ما نكمل انا خلاص يعني بالزبط نصلنا تمام الساعات ونخلص لو في اي جزء مشواضح في موضوع Syncalization او جزء مهم لان اغلب دائرات مش موجود في موضوع Syncalization باعتبروه Advanced بانتب بينما انت لما بتروح اي شركة لازم تشغل عليه فربنا يكرمهم من المسؤولين عن منطقة الدورين قالوا يقولوا لازم يبقى موجود في الكورس فاقولنا خلاص نشرحه ان شاء الله فلو مش واضح اي نقطة يريد نعمله لان فعلا لما تشغل في اي شركة لازم يقولك موضوع Syncalization انت تفهمه او مش فهمه جربته او مجردته اوش لو مش عرف تجربة عندك في البيت حاول تفتح حتى 2 Revit وتشغل عليه لو تقدر تعمل شبكة وتشغل انت مع زميلك مجرد بس هتجيب توصل كابلي منك ومن زميلك وتجربوه مع بعض هتبقى لازيزة هتحس فعلا بمتعة وان انت بتعمل حاجة مش موجودة في بقية البرامج نادرا لما تلاقيه في البرامج موضوع Syncalization وموضوع Work Sharing و الحاجات ديه طيب لو حد عنده يسأله وش عايز يسأله دلوقتي ممكن على الصفحة بتاعتنا في الملتقة الدارين نتقبل اسئلة ان شاء الله وزي ما شفته كان في بعض الاسئلة محتاجة توسع فاشرحنا في فيديو مستقل ورفعناها تاني وان شاء الله برضو زي ما قلنا لكم مش عقوله بإذن الله هيبقى مشروح فيديو بكاس طريقة يعني نحاول نعمل بكاس طريقة ونرفعه بإذن الله عشان بس ايه مدعش وقتكم نشرحناه في المحاضرة بس نحس ان احنا لو شرحنا مش عقوله هيهنك بالنقر تمام فالله المستعد طيب هنكمل ان شاء الله مع بعض ووقشنج يعتبر قرب بيخلص يعني بس في بعض الاجزاء اللازم نقولها تمام طيب في حاجة مهم او تحت انا قلنا الحاجات التحت ديه قلني هنا بشوف الـ قلني هنا ببدأ شوف الواحد بتاعتي يعني شغال واحد الى مية ولا واحد من الى مدين ولا واحد الى عشرين واطوماتيك لو فيه اي تاكست موجود او اي تاك بيتعادل اوتوماتيك مع تعديل الصيز هنا قلنا دي الديتيل دركة التفاصيل بتاعتي كورس ولا ميديم ولا فاين دركة التفاصيل يعني كورس دي هتبان كل حاجة معي سنجل اللي اعلى منها الميديم في حاجاتها ببان سنجل وحاجاتها ببان دابل تمام الـ كله ببان معي دابل هنا دي بيدي درجة وضوح اكتر يعني بيديني شدد للحاجة بيديني الوان حقيية للحاجة الغير فريم دا قال لهم بيخليني عمل سلجت الحاجة تحت حاجة تانية يعني مجرد اي حاجة بيبياني الحدود بتاعتها بس من جوه بتبقى مفرغة الـ الـ كل حاجة بتبان حقيية ولو هي الـ solid بيبان solid الشدد بدأ يديها شدد بيدي color بيدي realistic بيبدأ يدينا حاجات اقرب للوضوح كل مبادل هنا الشمس لو انا عايز ابدأ الشغل بالشمس بيس قل وبدأ ازبط الشمس بتاعتي هذا الشمس ممكن ان ابدأ حرك الشمس كده عايز تشوف الزل الزرور اللي جنبية باجي هنا اقول له ايه شغل الزل ممكن ان ابدأ ازبط الاضابة بتاعتي 35 35 الاضابة بتاعتها ممكن اقول له في يوم معين اليوم اللي هو فلان فلان عايز اشوف الشمس هتبع عاملة ازاي ماشي بادرس الطاقة بتاعتي وشمس بتاعتي هتبع عاملة ازاي ماشي طيب اللي بعد كده احنا برضو قلناها اللي هي كوروب فيو ممكن اقول له شو كوروب فيو وابدأ اقول له مثلا ان انا مش عايز اشوف الحتيتو كلها لا انا عايز اشوف الحد هنا تمام وممكن الغي اعمل كوروب فيو يعني الغي لحات الزيادة اللي فوق او ملغيش ده كوروب فيو وبعد كده الاثنين دول بتاع الهيدن احنا كانتنا فيهم شوية اخر حاجة بقى الوركشيرنج الديسبيلي ايه الوركشيرنج الديسبيلين ديت؟ تعنا نشوفها الوركشيرنج الديسبيلي بيقول له مثلا ايه شيك اوب ستيت بيعمل لي ايه انا عندي كذا اختيار هنا عندي شيك اوب ستيت تمام؟ فدي حاجة كويسة بالنسبة لي انها بت.. لو انا عايز عندي شونا كتير و عايز تشوف ايلي تابعي و ايلي مش تابعي ايلي عالworkset اللي بتاعي و ايلي عالworkset بتاعي باجي هنا اقول له الشيك out state عندي حاجة اسمه owner يعني لو انا عندي كزا يوزر هجيب لي كل يوزر بلون كل يوزر بلون هاجي هنا display setting الونر ممكن يبقى عندي كزا يوزر فكل يوزر هيبقى ايه؟ محطوط اللون ابدأ اعرف كل واحد مع الحاجات ايه تبام؟ دي حاجة لounos update هو هجب لي اخر حاجات يعني حاجة لو في حاجات عمل لحاجات عمل لحاجة هيس elim wannabe لون معيّن المعين لها يعني لو انا شغيل real عملات circularization احاس ان الحاجات تغيرات بس انا مش عارف ايه ليتغير انا اروح و اخشى الاختار مودّل update هجبل التاعمل لحاجات اللي تعمل لحاجات اللي ACEpruch ni? الحاجات اللي تongeت Debalon أحمر يعني ايه ايawhh según اب tenho diferente شخص چ ada لاغت على تعلقلات تبقى ايي هاجي استخedدقى يعني هاجي هنا اقول له ايه؟ وورك سيت هيبدأ يعرض لكل وورك سيت بلون معين تمام؟ وممكن اغير الالوان يعني احس ان اللون ده قريب من ده اروح داخل هنا اقول له انا عايز اخلي مثلا الورك شيرنج ده بيش اللون دوت لا ده انا عايز اخلي مثلا احمر اوكي؟ اوكي تمام؟ هيبدأ اللون بقى يظهر شوية دي بفكرة ببساطة بالموضوع ايه؟ ان انا عندي وورك شيرنج ديسبلين ايه؟ لو انا عايز اعمله اوف اختار وورك شيرنج ديسبلين اوف تمام؟ طيب لو انا جيت اقفل المشروع بتاعي جاب لرسالة انا جيت اقفله فاجاب لرسالة ايه الرسالة ديت؟ بيقول له عايز تعمل انت في حاجات عملتها وما عملتش سيكولزيشن احب تعمل سيكولزيشن والسنترل دلوقتي ولا سيف لوكال ولا متسايفش يعني ممكن تسايف لوكال ممكن تسايف في السنترل ممكن ما تسايفش خالص انا اقول له مثلا ايه؟ سيف في السنترل فبيقول لي طيب انت في حاجات انت كنت مستلفها تسيبها ولا مستيبهاش؟ صح ان يسيبها يعني عساس هو يعرف الشغل اعني مستلف حاجات من واحد بلومنج مثلا تسيب لي حاجة جدعانة فهيسيبها له او هرجعها له بمعنى صحة تمام؟ طيب فهو كده بيعمل ايه؟ بيعمل سيكولزيشن بيشوف الشغل بتاعي بيبعثه هناك قال لي ملف في السنترل لان انا كل شغلي انا ملف في اللوكل تمام؟ طيب دلوقتي قفل طيب هاجة افتحه تاني ليه؟ لهذا حكمة انا عرفها معها دلوقتي انا دلوقتي كده افتح ملف الضرية والتلوكر يتنيو لوكل لازم اعلم على العلامة دي لو معلمتش هتحصل مشكلة اوه جاب لي رسالة ايه رسالة دي؟ وليه متظهرتش معي المرة اللي فاتت؟ بيقول لي انا مش عارف اعمل فيه ملف بنفس الاسم يعني اجيت اعمل ملف لوكل على سي يوزرز اومر دوكومنتيس اللي اسمه الدارين شرط اومر سليم ليهت في واحد بنفس الاسم تحب نعمل ايه؟ نعمل لك اوفر رايت يعني اوفر رايت يعني هنلغي القديم ونحط الجديد مكانه اوفر رايت تمام؟ او حاجة تانية اسمها ابندي طايم استامب ايه ابندي طايم استامب انا عندي شوية برد كده خفيف ايه نقط غريب شوية ابندي طايم استامب تو اكستنشن فايل نيم يعني ايه؟ يعني الملف القديم هحطه الاسم كله وازود عليه التاريخ والملف الجديد هحطه من غير تاريخ يعني الملف القديم كيانه بقى 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 بلية تمام؟ في الملف اللي هو بقى بلية في الملف اللي هو لوكل الملف الجديد هيبقى باسمه عادي خالص بدون ايه حاجة بعادية الملف القديم هحط له التاريخ بعادية طيب هيلغي القديم وحط جديد مكانه تمام؟ انا عالطول بختار ابندي طايم استامب ليه؟ كان نعمل احتفاز من الباكبول مش مشكلة المساحة عندي بس المهم ان انا مفيش هشغل عندي تير تمام؟ فهقول له ابندي طايم استامب ونشوف اللي يحصل دلوقتي اللي حصل اهو الملف القديم اللي كنت تشغل عليه من شوية خد تاريخ يعني بقى اسمه دارين شرطة وامر سليم شرطة التاريخ 24 جنيوري 2013 رباني عدد 30 جنيوري على خير وبعد كده ده تقريبا استواني 23 تمام؟ 28 طيب كده فتح معي خالص اوما دون اي مشاكل خالص وعمل لي ملف باكب بحيث لو انا عايز ارجع له لو انا و انا شغل حصل مشكلة قدر راجع المال في القديم تمام؟ طبعا مش مشكلة النورية طبعا لون ما بتاعش خاص في مصر تمام؟ ما بتاعش مصلا يعني تمام رباني يسطر عناف رمضان طيب انا دوقتي بدأت اشتغل عادي خالص الحاجة دي تابعي فقدر احركة بدون اي مشاكل بش هيقول لي عليها اي حاجة لان هي موجودة علي ووركسيت وانا بعمل سيكوليزيشن اخر مرة والطول اسيب با اي حاجة نمسكي حاجة هنا اقول له الاوليكترقل فاير انا عايزهم معي تمام؟ خلاص الحاجات دي تابعي اقدر عادل فيها بدون اي مش هيكل خاص اه انا سيبتها المرة فيها سيبتها وحاديتها اللي هيمسكي طيب اه لو انا رسمت اي حاجة على الاوليكترقل دي هتبقى تابعي تمام؟ طيب انا دوقتي مثلا لو رسمت كيبول تري هوت كيبول تري هو بجلس ظاهر لسبب اقولك عليه دلوقتي يعني لو رسمت هنا 2500 طيب تعال نشوف اللي بجلس ظاهر بيوريج طيب انا اقول له ده خليه على رفع ثلاثة سيف اوكي هاجي هنا هقول له كيبول تري وابدأ ارسل كيبول تري عادي 2500 طيب ممكن كل مشكلة في الارتفاعات او في مشكلة احنا نلاقيين كيبول تري طيب خلي دي 2500 طيب او ده اي ده اوه ده اوه يبقى هو الكيبول تري مخفى من البي بي ندخل في بي نبص عا الكيبول تري ظاهر الوركست هنا في زي اقول ل الفلتر مفيش في المفلاتر موجودة بايب ايه اللي شمعنا بقى الكيبول تري بيش ظاهر معي نبدأ نبص انا اولا وقف علاني دور انا وقف علاني دور الدور ده الدور ده كام لازم بعرف انا وقف علاني دور ده دور بلين تستم تستم دي النام تستم 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 وقفة دور ده اللي هو الدور التاني طيب لما هرسل كيبول تري الفين و خمسة مية. مش الضوء. طيب. نبدأ نشوف ايه 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 السبب النابلز الظاهر. نحن عبعد كده. البيو رنج نحن بصينا فيها. اه هقولك انا بيزهر ليه. لان هنا بتعرف على ان هو معماري. البيو ده بتعرف ان هو معماري. لو قدت له هنا خليه اللكتريكال. قد بلين بيبقاش بالمعنى بتاعه. قد بلين. قد بلين لما بيبقى الديس بلين بتاعه معماري. اي حاجة فوق ما بتزهرش. تمام? بيبدأ يرخب في الموضوع دوت. انما لما بقى ميكانيكال او اللكتريكال. ما بتفرقش معاه. بيبقى قد بلين بيش بنفس القوة في المعماري. قد بلين بيفرق معاه قوي. اه موضوع قد بلين بيفرق في المعماري. في الكهار ميكانيكال ما بفرقش. تمام? طيب. شوف الله في حد نان ده يا سيئلة. طيب. اه كامل ان شاء الله. طيب. اه. احنا خلاص عارفنا اه اه يعني حاجة هي اذا مظهرتش. بتأكد ان انا بيش اه على بتزبر ان نكون معماري. تمام? طيب. لو انا جيت اقفل اه موضوع الريفت دوت. قلت له سيف لوكال. اه جاب لرسالة دي. الرسالة دي بتقول ايه? رينكشbolt هو كيب ورل… ور شب. كيب ورشب. كيب ورشيب. يبقى احتافظ بكل الحاجات اللي انا كنت مساكها. يبقى vintage يبقى سيبي الحاجات كلها. ريلقشش. يبقى انا كده خلاصA سيب المشروع كله. تصرف المشروع ان نتے ہیں انا مسكه. الممكن يكون مثلا انا هقوا 4 او 5 جمعه. اربع وخميس وجمعه. ففي زميني كاي اه اه اربع وخميس وجمعه. فهو تكيف ولا تكيف فبيقول لي اعمل الريلينكش عشان انا امسك الحاجات دية وما اضطرش الافتح كهازك اعمل الريلينكش عشان اشتغل بدالك وامسك الحاجات دي بدالك فبعمل الريلينكش وبسرعة يلحق قبل ما الاعداء يخش ويمسكه هما الوركسيت ياخد هو الحاجات وياخدها عندهم يبدأ يحط اسمه على الحاجات دية لو قلت له كيبونرشيب بحتفظ بالحاجات بتاعتي معايا فقول له كيبونرشيب تمام ده بالنسبة الموضوع الوركسيهيرينج وان شاء الله لو dalam admit اي اسئلة انا تحتيام روك في اي حاجة اي حاجة ان شاء الله ااااااااااا لو حد النصة يسأل في موضوع شيرنج او غير موضوع شيرنج او في الريفط عموما او في اي حاجة اااااااااااااااااااااها نستغل الاسئلة اما بهم امشتغل الاسئلة لو حد عندها إسلاف أي حاجة إن شاء الله في اللي فات أو في اللي جاي أو عايز أي حاجة إن شاء الله اكتب بس السؤال كده إن شاء الله ونجاوب علي بإذن الله الله المستحيل الله يكره وكشونت أشوف الله يكره وكشونت إن شاء الله يكره وكشونت أسئلة في موضوع السنكواتيزيشن لأنه فعلاً من الموضوع المهمة وللازم هتتعرض لها سواء كهروم كاريكل أو معماري أو شيء طيب هو مملخة صريعاً لحد ما حد ربنا يكرر ما كده حد يسأل الأسئلة الفاميلي والتفاصيل الحمد لله كلهم ترفعوا يعني كلهم ترفع إن شاء الله هتركوا الوصلة بتاعتهم التفاصيل في حدود 3 جيجة أوتو كاد عارفنا إزاي نحوالها من كاد لريفت الفاميلي أكتر من 9 جيجة الحمد لله ترفعوا كاملاً على موقع جوجل درايف إن شاء الله برضا هتركوا الوصلة بتاعتها بإذن الله النهاردة قبل ما نام بإذن الله إن شاء الله النهاردة هترفعك كاملة تتعجيجة هتلاقي بقى في كل حاجة معماري إنشائي كهروميكانيكل الماكن بكل التفاصيل بتاعتها كان فيه بلاجين بلاجين دي يعني زي الإزباة صغيرة بس تشغل في الريفت الإزباة دي في الأتوكيد في الريفت عندنا حاجة اسمها بلاجين البلاجين البلاجين ده عبارة عن أديس غيرها بتستطف في الريفت لو أنت بسيت معي هنا بتلاقي حاجة اسمها أديس هتلاقي حاجات أنا بستطابها بتبقى سريعة معي زي مثلا create 3D section أول ما برسم section بتحول هو إلى 3D على طول تمام؟ export view تمام؟ بيديني شوية امتيازات أكتر من ضمن حاجة كويسة وأعتقد أن أنت كل شوية أحد يقول لي تجيبها منين هي موجودة ببساطة حاجة اسمها create cut opening يعني لو عند أي ضغط أو بايب خابط في حيطة هو يعمل لي الفتحات في قلب حيطان تمام؟ فدي حاجة لزة جدا يعني دي لو أنت حاولت تعملها manual هتخد منك وقت كتير قوي فالعداد دي هاي بلاجين بسطة خالص وبتعمل الموضوع دوت هتجيبها منين من قامل view يوزر انترفيس أقول له رسينت فايل هتلاقي عندك حاجة اسمها exchange A-B-B-S تمام؟ دي أول ما تفتح بيدخلك على الموقع على توديسك بتحمل البلاجين أي بلاجين أنت عايزها أغلبهم ببالاش ولوا في حاجة بفلوس بتبقى بدولار 100$ 10$ حاجة رخيصة αν غالية تمام؟ نشغلا على تمبل это ال坐 بس بصراحة بس وجهز التجميع كان عايز اعرفه بس اعطاك النقطة ما عايش بشونس محمد ان تصد بجزء التجميع ان اكون اشتراع نفس الملف ولا مش عايز بس بجزء التجميع هو مفيش حاجة بتاخد وقت هو مستي الريفت ان هو ذاكي جدا ومتقدر تعامل معي فلو حاجة بتاخد وقت بنعملها طريقة بحيث انها تتعمل مرة واحدة وخلاص يعني الحاجات اللي هي بتاخد وقت بزبطها في التمبليت بزبطها بحيث انها ما تاخدش منه وقت خلص تمام؟ فحتى اي حاجة بتاخد وقت بندريسها بحيث انها بتعملش مرة واحدة في حاجة كثيرة بتاخد وقت بدأت ايه ازبطها في الفاملية ازبطها في جدول ازبطها في الاسكادوليت ألاقي لها طريقة بحيث انها ما اضطرش انها عادة تانية تمام؟ اصدر المعماري وتأثير الانشاء او الاكتروميكانيكال على المنشأ ايه يعني انا بجد يعني احاول اقول لحضرتك اجابت السؤال ايه ايه طيب ماشي انا هفتح لك مشروع انشائي واريلي حاطيتك تمام؟ ممكن نفتح مشروع من اللي هي المشاعر اللي جاي مع بنامج الريفت ايه ايه باش تبعنا بس نشوفها بالمرة تمبل ايه 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 تمام؟ هتلاقي الزرورة تظهر عندك أنالاتيك قبل ما تدوس عليه، أو ممكن تدوس عليه ما فيش مشكلة خالص أنا هدخل لنا في الأنالاتيك اللي احنا تجهلناها تماما تمام؟ وأظهرهم كلهم كده أنا ظهرت الأنالاتيك الأنالاتيك اللي هي تأثير الحاجات الإنشائي تمام؟ اللي هي الأحمال نفسها هتب عاملة ازاي هاجي هنا أقول له ايه تمبورتي تمام؟ يبقى أنا شايف كل شغل الأحمال بتاعت الإنشائي بس حاجات دي مش خاصة بالكارو ميكانيكل دي خاصة بالإنشائي تماما ملاجع الكرس بتاعنا تمام؟ هو كل الشغل أصلا ظهر يعني لو دخلت بي بي وأظهرت كل حاجة كده كل الشغل ظهر معاك انت بقى بتبدأ تخفي حاجات بحيث تخصص يعني أنا عايزة شوف التكيف الواحدة وعايزة شوف الكهرباء الواحدة عايزة بدي أعمل فلاتر تمام؟ في ملف معماري موجود يريد حضركم تحملوه وتبدأ تشغل شغل تكييف أو قهربة أو بلامينج زي ما انت عايز يعني الحاجة اللي هي أقرب لشغلك أو أقرب لمجالك اعملها وارفعها لنا بعثها لنا تاني بحيث وانت شغال هتبدأ تظهر المشاكل وتبدأ تظهر الأسئلة إن شاء الله تمام؟ اعمل الريفت لو انت فتحت اي جرنال هتلاقي مطلوب جدا يعني لو اي مهندس اعمل 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 الريفت مطلوب جامل انا اعرف برامج مثلا منافسة للريفت او قوية او 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 منهم برنامج مثلا زي ماجيكاد انا كاتب في كتاب كامل بس مش معروف في برامج مش معروفة إنما الريفت معروف بتروح تلاقي الشركة طلبها بالاسم تمام؟ وهتلاقي حتى في قطر والإمارات والسعودية وفي مصر بدأ يبقى معروف وبدأ يبقى مشهور وبدأ يبقى مطلوب بالاسم فنحاول نتعلمه انت مش هتعلم حاجة هشان تربية ايه ترجع بالحال إن شاء الله طيب هوشونس اشرف؟ او او اعظن يمي هاو ساكله فاااااااااااااا اصب هدري بال مـ hoy هوشونس اشرف ماير؟ هودالوشونس شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة